شجع بحماس متوقفش تشجيع اهتفو شجع باسم مصر خلي استادك كاهرة طمأنين اللعبتك ورعب المنافس نصيحة لي تخليكو وراء منتخب مصر ما تشجعش العين بعينو تشجعش فريق بعينو احنا منتخب مصر عشان المنتخب يكسب تخليكو وراء المنتخب تشجعوا المنتخب تخليه فيجو مهور تاني للمنتخب زي الزمان ماكيش حد اهم من منتخب لنا ولا غيري ولا اي ناري اصلا مهم اهم من منتخب قايلك يابتولة بلد الرجولة قلناها اولا لا يزفوا واحب تناني.. تحيا مصر مصرح прокروجي مصرحك فيذ تعالى يا pand octوان ب� 메�دار بالنظاف عديدف تلاビ Mandiant قايلك يابتولة بلد الرجولة قلناها اولا لا يزفوا واحب تناني تحيا مصر نعيش لمصر ونأتك عيش لمصر وننموت لمصر مصر مصر تحيا مصر نعيش بمصر والموت بمصر مصر تحيا مصر مصر كالوس كروش أكيد حاطت سيناريوهات للتسعين دقيقة وإنت كمان كمشجع هتحط نفس السيناريوهات الجول تأخر بتشجع الجول جيبادري ما تريحش دخل فينا جول اهتف أكتر لحد ما نعدد زيك زي المدرب زي اللاعب ليك دور ولازم تعمله وبأقصى طاقة نهتف باسم مصر مش اسم لاعب علمك بيرفرف في إيدك ولو لاعب مش في مستوى صوتك هيخليه يجري ويلعب ويسجل احنا حلمنا واحد وسطنا واحد ومش شايفين غير المنديات موسيقى 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 يهلا بحضر لكم حلقة جديدة من رقم عشرة انا كل يوم عندي كده ايه فقرة للجمهور انا بحب الاستاد انا مشجع انا مشجع استاد مشجع مدرجات فيه ناس كتير بتحب الكورة بس مراحتش استادات كتير انا لا انا من الناس اللي رحت استادات كتير وشفت مباريات كتير من الملعب وشجعت كتير بس مهم جدا جدا مش جدا ده مهم قوي 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 من هنا بقى الميت سنة قدام ان الناس اللي رايحة الاستاد يوم الجمعة اللي جاية الستين الف مشجع الستين الف مشجع بيشجعوا تسعين دقيقة مش عشرين ولا عشر تلاف هم بس اللي بيشجعوا والباقي قاعد بيتفرج على المطش ينفعل مع كورة وينزل يقعد تاني ينفعل مع كورة وينزل يقعد تاني لا اه اسف معلش حقك علي المطش ده غير اي مطش تاني فيه مطشات ممكن تروح تتفرج عليها تقعد وتريح وتستمتع بالمباراة وتنفعل مع علاقتاتها بس المباراة دي تحديدا انت ليك دور مهم جدا والمفاجأة بقى انا ممكن اقولك ليك دور مهم جدا ما يقلش عن دور اللاعبين والجهاز الفني هو في حياة الامر انت دورك اكبر واهم بكتير من دور اللاعبين والجهاز الفني هم هيعملوا دور عظيم ان شاء الله باذن الله بس انت دورك مهم جدا جدا ليه عشان حضرتك نفسك تتحدث وكلنا بواقعية شديدة بدون اكتئاب وبدون زعل وبدون خوف وبدون الكلام ده كله ان احنا بنلعب مع منتخب قوة جدا عنده لعبين رائعين جدا فانت ورقة القوة اللي عتبقى عند منتخب مصر الورقة الكبيرة الورقة المهمة الورقة الربحانة ان شاء الله هي ورقة الجمهور في استاد القاهرة استاد القاهرة اللي دايما استاد روع بالاي منافس واي فريق باللعبه الجمهور بيحرك الحجر يدي الطمأنينة للعبين يفرحهم ويحمسهم ما يخلهمش يهبطوا ابدا في اي لحظة من المباراة ويخوف الخصم ويقلق الخصم السود بيخوف السود بيخوف مصر 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 دي تخوف اي خصم او اي منافس باللعبه خليكم ليكم دور في المدرجات انا بقول للستين الف اللي خدوا التذاكر بتاعتهم خلاص ورايحين المدرجات يوم الجمعة ومرة اخرى بكل حب بكل حب كلنا بنحب منتخب مصر وكلنا اليوم ده مئة مليون مصر هيبقوا بيشجعوا منتخب مصر بس اللي هيروح لاستاد وحاسس انه مش قادر يا عم كريم انت بتقول اي انا انا مقدرش انا اشجع تسعين دقيقة خلاص زيك زيه تعال نفرج في التلفزيون نقعد وسط اهالينا وصحابنا ونتفرج ونشجع وننفعل مع اللعطات قادر بقى تروح للمدرجات تاخد كرسي تاخد تسكرة يبقى انت بتشجع التسعين دقيقة لو شفناك وانت قاد في المدرجات وتشجع التسعين دقيقة هنزعل منك وهنقول ان انت ما ساعدتش زي بقى بنزعل من اللعب اللي ما بيقديش هنزعل منك انت خبير نقول ان انت ما قدتش دورك فلو سمحت انت دورك في المباراة دي تحديدا مهم جدا طبعا ما تطوم من الجمهور في اي مباراة انه يقف ويشجع ويتحمس بس عادي زي اي مباراة هلم بيبقى فيه مجموعة جماهير اللي هي بتشجع طول التسعين دقيقة وفي جماهير التالي بتبقى قاعدة على المدرجات بتنفعل بس مع الاهداف او الكرات الخطيرة ده بيحصل في كل الدولة لكن المباراة دي تحديدا انا بكرر الكلام ده كل شوية عشان محتاجين تشغيع لعبين في الملعب دول فيه لعيبة هتهبط فيه لعيبة هتتوتر فيه لعيبة هتبقى بتفكر في حلم المنديال وعندها ضغوطات كبيرة كل ده هيزول لما انت تبقى واقف على كرسيك قدام كرسيك بتشجع ومتحمس لمنتخب مصر للعيب منتخب مصر والهتاف يبقى مصره بس صلاح عظيم الوينش عظيم الشنوي عظيم فتوح عظيم مصطفى محمد عظيم كل دول لعبين رائعين وممتازين بس احنا هنشجع مين هنشجع مصر كلمة مصر دي يعني فيها كل الحماس اللي في الدنيا كل الحماس في الدنيا ده احنا وإحنا عاديين في البيت لما بنسمع مصر 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 بنقوم ننفعل ما بالك انت بقى اللاعبين في أرض الملعب هيبقوا عاملين ازاي وانت عمال تهتف باسم مصر هتلاقيهم حرفيا حرفيا بياكلوا النجيلة وده اللي انت عايزه واللي انا عايزه وكلنا عايزينه ان اللعيبة تدي اضعاف 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 قدراتها هتدي اضعاف قدراتها بصوتك بحماسك بتشجيعك ما عملتش كده يبقى انت خسرتنا نقطة قوة كبيرة جدا يبقى ما تلومش غير مين غير نفسك قبل ما تلوم قبل ما تلوم اللاعب اللي موجود في ارض الملعب ولا الجهاز الفني لوم نفسك قول بقى انا لما روحت المدرجات وخدت تذكرة كان ممكن حد تاني ياخدها ويروح يشجع هل انا عملت اللي المفروض اعمله هل انا عملت الدور اللي انا المفروض اعمله ولا ما عملتوش بقى انت كمان عندك مسؤولية لقدر الله في اي حاجة سلبية بقى عندك مسؤولية فمن دلوقتي انا فاهم انه الطبيعي ممكن نقض نتكلم على اللاعبين والجهاز الفني وهنتكلم على اللاعبين والجهاز الفني ومفروض نعمل ان شاء الله في مطش مصر وسلم بس مؤكد هم عارفين اللي المفروض يحصل مؤكد الجهاز الفني بالكامل عارف اللي المفروض يحصل اللي المفروض اللعبة كمان فاهمين ادواره ومعارفين هم هيعملوا اي بالزبط بس احنا احنا بقى المشجعين احنا اللي دورنا لازم يبقى بارز ولازم نتكلم عنه كل شوية وهتكلم عنه بكرة وهتكلم عنه لحد ما نوصل لحد المباراة لو حضرتك تعرف حد راح خد التذكرة وانت معاكش تذكرة روح اقول له لو سمحت يا فلان يا احمد يا محمود يا محمد يا حسين لو سمحت وانت رايح الاستاد اعمل حسابك ان انت هتشجع تسن دي لو مش قادر سيب لي التذكرة بتاعتك لو مش هتبقى معندكش القدرة سيب لي التذكرة بتاعتك وانت مش من الناس اللي بتحب تروح للمدرجات طوال تشجع وعايز تروح تتفرج بس لا مش هينفع سبها لي انا هروح هنعمل المهمة دي عنك ببساطة عشان اليومين اللي فاتوا الناس كلها بتسأل على تذاكر وانا من ناس قريبة ومن ناس بعيدة يجيني ناس يقولي احنا عايزين تذاكر احنا نفسها في تذاكر مش لقايين تذاكر يا جماعة التذاكر على موقع تذكارتي خش واحجز والامور ميسرة والحمد لله ان الموضوع التذاكر دلوقتي بقى ميصل للجميع بمعنى اللي هي الحزاء زي اي مكان في العالم مش اللي هو بمجاملة ولا تاخد تذكارة من ده ولا من ده فاللي هياخد التذكارة هو بقراره بنفسه دخل خد تذكارة عشان نروح بيها لستاذ عشان يشجع ما اتخذتش مجاملة ولا حاجة دلوقتي فيه نظام وفيه سيستم واضح اللي بيخش يدفع تماما للتذكارة بياخد تذكارته بالدرجات المختلفة والامور سهلة وواضحة مهم وانت بتعمل كده واخد اولادك واخد صحابك واخد حبيبك حتى اولادك الصغيرين اقول لهم احنا هنقعد في المدرجات نشجع هيا يا حبيبي هتقول لهم كده احنا راحين نشجع مش راحين نتفرج فرجة في التلفزيون الاستاذ تجيع وبس ان شاء الله يا رب ربنا يكرمنا بإذن الله كل الناس يبقى على قد المسؤولية كل الجميع يبقى على قد المسؤولية اللعبين بالكامل يبقى على قد المسؤولية والجهاز الفني ان شاء الله يبقى على قد المسؤولية مبارح سألنا أحراركم سؤال على صفحتنا على السوشال ميديا صفحة القناة الأولى مين أصغر لاعب سنن في قائمة منتخم مصر المباراتي السنغال والإجابة هي هي تبتعالوا نشوف إجاباتكم الأول أو جزء من إجابات الجماهير وأقول لكم الإجابة هي إيه اللي كسب أو اللي هيكسب تشارت إحنا نعمل قرعة بين كل الناس اللي جاوبت الإجابة الصحيحة الإجابات قدام حضراتكم أهيه يعني محمد محمود آل محمد صبحي موحي أحمد آل عمر مرموش مصعب آل صبحي حجازي آل محمد عبد المنعم عبدو نادي آل محمد صبحي زياد أسامة آل محمد صبحي إبراهيم عصام آل صبحي لجزء من الإجابات مش كل الإجابات عصام آل محمد عبد المنعم أبو ياسين آل محمد عبد المنعم هاني آل عبد المنعم تامن عظيم آل عبد المنعم أحمد رجب قال صبحي أحمد محمد قال محمد عبد المنعم وبلال قال محمد صبحي إن شاء الله كريم قال مرموش وأحمد صالح قال صبحي وبعد كده عبد المنعم وبعد كده مرموش علي قال محمد صبحي يوسف قال محمد صبحي وعبد القادر محمد موسى قال محمد عبد المنعم أحمد فوزي عياد قال إمام عشور وهشام كمال قال أحمد فتوح أحمد الحسيني قال محمد صبحي وبعد كده فتوح وشريف دولة مش هماشي شريف دولة قال مصطفى محمد وأحمد وهب قال إمام عشور مروان الشفعي قال مروان صادقنا العزيز في البرنامج أنا مروان قال محمد صبحي حارس المنتخب ولاعب فرقه طيب الإجابة الصحيحة اللي قالها معظمكم يعني هو محمد صبحي محمد صبحي هو أصغر لعبي منتخب أصغر لعبي القائمة الحالية سنا والإجابة الصحيحة هنعمل قرأة زي ما قلنا الحالاتكم والفائز بها هيفوز بيه تي شيرت منتخب مصر سؤالنا النهار ده بقى مين رابع كابتن ليه منتخب مصر في القائمة الحالية بعد صلاح والنيني والسولية مين؟ مين الرابع؟ يلا نقول الإجابات على صفحة قرأة الأولى وصفحات الشخصية وقلونا إجاباتكم نقولها بكرة وبرضه هنعمل قرأة وتشيرت آخر لمنتخب مصر الفائز بسعيد الحظ أنا يعني تي شيرت منتخب مصر مستو أصلا أنت تبقى سعيد الحظ أنت خدت تي شيرت منتخب مصر فكمتو يعني فكمتو فكمتو وإحنا داخلنا على مباراة مهمة زي دي طيب معانا عبر الهاتف واحد من أسماء المهمة في منتخب مصر الأسماء اللي قطر خيره كالوس كيروش ورهانا قال لنا أن اللاعب ده كبير اللاعب ده مهم ولما شفنا اختيارات كالوس كيروش وبدأنا نخور كده وره فيديوهات أحمد ياسين بقى وشغله الفني في المواسم الموسم ده والموسم اللي فات لقينا مدافع كبير ومدافع واعد وحاجة تفرح جدا النجمة أحمد ياسين مدافع منتخب مصر ونادي البنك الأهلي أحمد صباح الخير مشرفني ومنور دي صباح الخير يا كابتن كريم وأنا مصطوط أن أعمل مضاهرة مع حضرتك طبعا أنا سعيد جدا قولي بقى إحساسك وانت بره المنتخب دلوقتي وان شاء الله يبقى ليك دور بإذن الله بإذن الله في كاس العالم لما نصعد لكاس العالم وانت شايف زمايلك رايحين لمهمة صعبة وثقيلة زي دي لا طبعا من قلبي طبعا ربنا يكرم منتخبنا بإذن الله ويصعد كاس عالم طبعا واللعيبة دي رجالة وان شاء الله بإذن الله يعملوا حاجة وينفرحوا وشعب مصر كله بإذن الله ويفرحونا كلنا ويصعدوا كاس عالم بإذن الله يا رب يا رب إن شاء الله أنت متفاقل يا أحمد طبعا إن شاء الله بصراحة متفاقل طيب القائمة الحالية لمنتخب مصر قائمة بإذن الله كلنا متفاقلين بيها كلهم يبقوا رجاله وكلهم يبقوا على قد المسلوية ويعملوا حاجة بإذن الله ونصعد لكاس العالم أنت بقى اشتغلت مع كلوس كيروش أنت دعوني تقول لنا الراجل ده قد ييشتغل قد ييكتهد عشان يعمل حاجة محتربة لمنتخب مصر إنت شاهد عيان حرفيا لا بصراحة كان حلم من أنه بقى موجود في منتخب مصر ده كان بقى مجرد حلم أنه بقى موجود في منتخب مصر يعني لازم أن تلعب أهل يوز مالك يعني موجود في الصورة بشكل مستمر عشان تبقى موجود في منتخب مصر فأنا ربنا خرمني في المشار strateل دوري لقيت نفسي موجود في منتخب مصر فحاجة كبيرة طبعا فمستر كروش بصراحة يعني أنا موجود معاه الراجل بيشتغل يعني عمزار السعب بيشتغل بشكل كبير جدا في الملعب وبرا الملعب وبيتكلم مع العيبة بشكل كويس جدا لا فمزارب كبير جدا وبإذن الله يقدر وصلنا كسعالم بإذن الله لما اختارك المنتخب هو جايز المعاون طبعا قال لك هو اختارك ليه جايز المعاون قالوا لك كروش اختارك ليه بص على أرقامك بص على شغلك الفني كان تفكيره فيك في ايه اه طبعا هو بالأول اللي بتفرج في الملعب بعد كده بيجيب أرقامك انت كمدافع بيبصت من رغتك الطرع من رجلك صح ازاي بتيطعت ايه عظيم جدا طيب انت بقى الشغل الفني اللي اتعاملت بيه مع كالوس كروشكو دايما بتكلم هنا مع ضيوفي الأعزاء ان الراجل ده دايما السنتر باك معاه محمي يعني تلاقي لعب وسط مدافع معاك هتلاقي الزهير الأيمنة والأيسر معاك الشغل الفني الدفاعي عشان هعمل تشوف منظومة دفاعية محترمة جدا مع كالوس كروش بص هو يعني مستر كروش في بطولة أفريقيا بالذات كنا بندفع شوية يعني علشان برضو طبيعة البطولة نفسها وكده بس هو من طبيعته انهم ما بيحبش يدفع كتير يعني ما بيحبش يدفع كتير بس المدفع بيقى محمي معاه يخلي شوية يعني باك طالع وباك يعني يزفت شوية يعني واحد بيطير مثلا والتاني بيبقى ثابت شوية وفيه يعني واحد بيبقى ثابت شوية بس فعني بصراحة الراجل شغل كويس جدا وان شاء الله بإذن لنا متفائل جدا بيه بإذن الله بس انت اللي قطيه نقطة مهمة جدا ممكن تبقى غيب على بعض الناس انت بتقول لي انه الراجل بيحب اللعب الهجوم يمشي الدفاع الناس متصورة نقال لوس كروش من المداربين اللي بيحبوا اللعب الدفاعية أكتر لا طبعا بس انت على حسب ظروف يعني على حسب ظروف المطشاط اللي قدامك صحيح يعني على حسب ظروف المطشاط اللي قدامك يعني معلش يا يا ني كريم انت مش هتيجي تلاعب مثلا السنغال زي ما بتلاعب مثلا جيبوتي مثلا لأ ما وطبعا بتخلف مع كامل الاحترام طبعا المتخب جيبوتي طبعا طبعا بس انت بتتكلم عن فريق الامكانيات لا لا طبعا بس انا بتتكلم دلوقتي يعني دلوقتي انت ماطش محتاج تكسبه عشان تسعى الكاس عالم. مم. فمش هتبقى طبعا بديني خمسين خمسين طبعا. مم. انت انت وانت موجود مع المنتخب اه فكرة الكصة بتاعت انه قالو سكروش مش مدرب طموح ومش مدرب مش عايز ينجح مع المنتخب وجاي وبيعتزل والكلام اللي احنا بنسمعه كل شوية ده. اه. انت بقى كنت بتحس بايه وانت في معسكرات المنتخب. ده انا طبعا كلنا بنشوف الكلام ده كله كابتن تمام. بس انا دلوقتي يعني راجل زي ده جاي معلش يعرف ياسين بالناس وعرف ناس بياسين وعرف حسين فيصل وصمة فيصل ومروان ومروان داود ومروان حمدي. معلش برضه احنا يعني كنت هتبقى فرصتنا وليلا لو راجل ده مش موجود. صح. صح. تمام. بس يعني دلوقتي هو الرجل بيحاول يطلع لك بيحاول يطلع لك جيل جديد يبقى موجود بعد كده. اه. وليه ليه المنتخب مثلا يفضل حكرة لناس عشر سنين وعرف بعض. لما لازم الناس بتخش في الوسط وفي الاول وفي الاخر لازم. اصليا دي طبيعة الحياة كابتك. صح. معلش محمد عبد المنع دلوقتي ربنا كرمه في طولة افريكا فانعملها بشكل كويس جدا. صح. معه ده برضه من اختيارات الراجل. ما كدش حد متوقع. كدش حد متوقع محمد عبد المنع ما كدش حد متوقع قبل كده احمد ياسيم. ما حدش متوقع الاسماء دي. عمرها ما كنا نتخيل اصلا ان احنا نشوف. ما شاء الله دلوقتي مع عبد المنع ينبقى كويس وراحل اهلي. ما دي حاجة من الراجل برضو طبعا. مزبوط. طيب. حاجة كمان انا عسألك عليها. هل انت تواصلت مع لعيب منتخة مص دعمت منتخة مص? اي من لعيب منتخة مص? حد من جهاز المعاون المدير الفني. كلمت معاهم. بترهم يلا كلنا معاكم ان شاء الله. ده طبعا كلمت اللعيب موجود من منتخة طبعا. هي. والناس كلها يعني الناس كلها يعني متفاعلة بشكل كبير جدا. يعني بإذن الله وان شاء الله بإذن الله هنصعد كاس عالم بإذن الله يا رب. وانت وانت بره بقى حاس انه يلا صعدوا كاس العالم مش هلعب كاس العالم? بتفكر كده? طبعا. طبعا. ليه لأ ما ما تعرفش ربنا شايل ايه? صح. يعني ربنا ممكن مش كاتب لي مثلا الفترة دي وكاتب لي فترة تانية. رب عليك. لا انا ادوس على نفس اكتر في المواتشات الدولة. ممكن انا ممكن اثرت مسلا الفترة دي. لا ادوس على نفس اكتر علشان ربنا يكرني ليه ممكن ركس عالم. عزيم. عزيم. روح عزيم يا احمد والله دايما موفق ومدافع كبير ومدافع رائع ومدافع واعد جدا. احمد ياسين مدافع منتخب مصر ونادي البنك الالع. مشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. في روح حلوة. في روح حلوة. خدوا بالكو احمد ياسين ده مسلا ممكن يكون لاعب. كان بفاكر تباليا ليه مدخلتش في القيمة دي مسلا. انا كنت مع اقلص كلوش قبل كده في البطارة العربية. كنتم ممكن اخشت مسلا. مسلا يعني. ما كان ياسر برايم ولا محمود علي. ممكن. ممكن يقعد يفكر بالطريقة دي. بس الروح حلوة. الروح عظيمة. يا ريت تبقى روحنا كلنا كده. للسوشال ميديا وفي الاستاد. اللي يلعب كلنا في ظهره. اللي بيلعب كلنا نسنده. اذا كان زميله اللي هو في لعب في المنتخب اكيد واخد مكانه. ومش فارق معاه بيقول يا ربي يسعد كاس العالم. والفكرة الحلوة اللي قال لها احمد يسين. ما تسعد كاس العالم. ما لعب انا كاس العالم. يمكن. الظروف اللي واحد ما عرفش يحصل فيها ايه. ويبقى انت وصلتني كاس العالم. وييد في ايد التاني يسلم. ويخش هو يلعب كاس العالم. هي الدنيا كده. هي كرة كده. في حاجة عظيمة جدا. بالمناسبة. محمد صلاح قائد منتخب مصر. بارج النهاردة لمحمد مجدي افشة. عودته للمنتخب في اول مقابلة بينهم بعد اندمامه. وافشة كان مبسوط جدا بتهنية صلاح. وعدد كبير من اللعيبة كانوا كمان مبسوطين جدا بعودة الافشة. اللي بتربطه. علاقة كواية جدا بمعظم اللاعبين. شايفين الروح. اصله افشة هيبقى متضايق. اصله افشة هيبقى زعيه عشان ما كانش موجود الفترة اللي جاية. اصله طب اللعيبة اصله. بتعارفين طبع سمعتوا كلام. اصله في لعيبة بتاخد لعيبة عايزها تبقى في لعيبة بتجامل. بتكلم مع المدير الفن عشان ياخده لعيبة تانية. واصله افشة مش محبوب. اصله افشة. كل الكلام ده. كل الكلام ده مش موجود. كل الكلام ده واحد. صحيح من النوم. قرر يكتب بوستة على الفيسبوك. يقلب فيه قصة حلوة. فرح كتب. ومش حلوة طبعا يا قصة من خياله يعني. قصة والناس تقول تشاير. اه اصله افشة. مش بيحبوه في المنتخب. اصله افشة. مش بيحبوه في المعاصقة في المنتخب. كل اللاعبين في حالة معنوية رائعة جدا. بيحبوا بعض. وحاجة عظيمة جدا. انا بتكلم دايما على اقلية جدا. الناس اللي بتقول الكلام ده بيبقوا اقلية جدا. لكن الناس. جموع الناس. عارفين العلاقة اللي بين كل اللاعبين حاجة محترمة جدا. النهاردة برضو محمد عبد المناء وعمر كمال عبد الواحد. جمعيتهم جلسة مع محمد صلاح. اتكلم معهم شوية دقائق. وكان بيديهم نصايح واضح انه كان بيديهم تعليمات معينة حابب ينقلها آآ ليهم. خصوصا عمر كمال عبد الواحد اللي هيرائب بالتأكيد. ساديو ماني بالتوفيق لعمر كمال عبد الواحد واكيد عمر جابر كمان في نفس المركزة. اخذوا بقى الخبر الحلو ده. والله الخبر ده وانا بقى رأى قبل ما ادخل على الهوى. امبسطت وفرحت. وشوفوا بقى شوفتوا كمان ما قلت لكم ده كله. اللي جاي ده بقى في قوم تاني خالص. شوفوا الجمال. شوفوا الروح. شوفوا فعلا انكار الزات وحب المصلحة العامة وحب منتخب مصر. نهاردة محمد شريف مواجم النادي الاهلي كان حريص انه يتكلم فيديو كول مع محمد صلاح وقال لعبي المنتخب اللي حواليه خلال جلسة على الفطار اتطمن على اللعيبة. قالوهم ان كل مصر وراهم واسقين فيكم وانه هيشجع المنتخب بكل روح وقلب عشان نكسب ونسعد كاسي لعالم. واللعيبة طبعا شكرته. وصلاح قالو منتظرينك. ان شاء الله لما ترجع مكانك الطبيعي في المنتخب. محمد شريف دي قصة وحكاية. دي فضل ترند شوية. ازاي ما خدتش محمد شريف. وليه ما خدتش محمد شريف. ومحمد شريف حرام عليك اللي انت بتعمله فيه مع نويا ده. ومحمد شريف متأثر جدا. ومحمد شريف عنده ازمة. ومحمد شريف عنده مشكلة. ولا الهوى. راجل ولا الهوى. متفهم وعارف. عارف انه هو الاول مهاجم كبير ومهاجم محترم. فهو واصل في امكانياته معندوش مشكلة. تاني حاجة عارف ان الجهاز الفني معندوش مسلا موقف شخصي معاه. تالت حاجة. ودي الاهم. الاولى والتانية والتالتة. انه شايف انه مصلحة منتخم مصر اهم من اي لعب. فموقف عظيم. يستحق تسقيفة محترمة جدا. لمحمد شريف. اللعب الرائع. اللعب المميز. انه مفكرش او مامشيش مع شوية الناس. القليلة. قوي. اللي كانوا بيسخنوه. وانت ازاي. وحرام. وكان لازم. وماينفعش. وده احسن من فلان. وده احسن من علان. فيش الكلام ده خالص. انا مبسوط قوي. بالروح اللي عنده كل يعيب منتخم مصر. اللي موجودين خارج القائمة قبل اللي موجودين في القائمة. كلهم بيتكلموا بنفس الروح. محدش بيحب نفسه. حب منتخم مصر. اصله في النهاية. في البداية وفي النهاية. اللاعب ده ما هو مشجع لمنتخم مصر. يعني قبل ما يلعب كورة اصلا. ما هو مشجع لمنتخم مصر. لو ما رحش كاس العالم لعب في كاس العالم. هيبقى حبيب يفرج على منتخم مصر في كاس العالم. زي وزيك. الموضوع مش كبير او كده. طبعا. طبعا. انا لو لعب كورة. هحلم. هحلم. ان انا بقى موجود في كل المباراة منتخم مصر. حتى لو ادية. مش مباراة تصفيات كاس عالم او كاس عالم. هبقى عايز اخش اي مباراة. والعب. وشارك مع منتخم مصر. ده اي لعب بيفكر بالطريقة دي. ببساطة شديدة يعني. برضو. بمناسبة الروح العظيمة. احمد حجازي واكرم توفيق. خلال الساعات اللي فاتت. كانوا موجودين في معسكر المنتخم من خلال زي ما قلت لكم مكالمة فيديو ايضا. مع اللاعبين عشان يشجعوهم قبل ماتش السنغال. اكرم توفيق وحمد حجازي من العناصر الاساسية. اللي منعتهم طبعا. الاصابة من التواجد في مبرطي السنغال بتصفيات كاس العالم. ربنا اشفيهم ويرجعوا تاني المنتخم مصر. وهم موجودين باذن الله في كاس العالم. مع مجموعة رائعة من اللاعبين اللي هيوصلونا باذن الله للمونديال. نحن نروح نشوف تقرير لقاء مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في لقاءه مع اللاعبين وهي جهاز المنتخب. قال ايه الوزير عن الزيارة. وكمان تصريحات للكابتن الكبير كابتن دياء السيدة المدرب العام لمنتخبنا الوطني. نشوف وبعد ما نشوف نرجع نكمل كلامنا. دي رسالة بنقولها لكل الجمهير المصرية. كلنا لازم نشجع منتخب مصر ونشجع فريقنا. هم عندهم روح مع النواية عالية جدا. وحسين بمدى المسئولية واهمية المسئولية. انا اتكلمت معاهم في الحقيقة كلهم عندهم روح عالية. احنا بنوفر ليهم كل الوسائل واتحاد الكورة معاهم. نشوف شغلهم. عندنا جهاز فني ومدير فني على اعلى مستوى. عندنا فريق كويس جدا. ما نعودش نقول اصل والفريق التاني. الفريق ثاني احنا 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 um في رأيي لم نهزم. احنا اه 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 اي امكين اربع مباريات ekstra time. والماتش الاخير. اه لا كان ما كانش عندنا اتنين باكرايت للايصابات وخلافه. وعندنا اه 우리� Festival الرئيسي وعندنا حارس المرمى الرئيسي مش موجودين. ومع هذا اه اتعادل اه وا這 AustinEX دي دي يعني اه فيها توفيق. فريقنا اخوي ان شاء الله رب العالمين. اه المهم يأدوا بشكل كبير جدا. القدر ده بتاع ربنا. واحنا وراء المنتخب القومي وإن شاء الله نتفقل دايما بالخير هنا وربنا يكلم إن شاء الله في السن غير عايزا نطمن الناس ونطمن الجمهور إن كل لعبتنا وكلنا وكل البلد في حالة تركيز شديدة جدا جدا عشان المباراة بعتقد إنه لعبتنا وثقة في نفسها وعرفة قد إيه حلم المصريين بالوصول لكاس العالم وقد إيه هم إن شاء الله مصممين يلعبوا كرة كويسة ووصولوا إن شاء الله لكاس العالم الشغل تشغلين في معسكرنا في تركيز كامل في تحفيز بعد النقلة اللي عملوها في بطولة إفريقيا وإنتوا حسيتوا بيها وكل الناس حسيت بيها ورد فعلها كان كويس في تركيز شديد إن إحنا إن شاء الله نقدي المباراة ترضي جمهورنا وترضي كل الشعب المصري ونوصل إن شاء الله لكاس العالم بإذن الله نوعد إن إحنا روحنا تبقى قتالية إن أداءنا يبقى قوي الهدف كبير جدا طبعا السنغال فريق قوي وفريق كبير وعنده نفس الهدف إن شاء الله تكون من ناصبنا لوصول الكاس العالم المسؤولين حاسين بنبض الناس وحاسين قد إيه الجمهور يفرق مع اللعيبة قد إيه اللعيبة مبسوطة إن هيكون فيه جمهور كبير جدا يملى الأستاذ وإن شاء الله إن إحنا ما نخزلهمش ونطلع بنتجة إيجابية بإذن الله الفرقة دي المختارة كلنا بنصق فيها وأنا أعتقد إنه كلكم لازم تنصقوا فيها واتدعموها عشان إن شاء الله رب نكرمنا واللي جاي بقى أحسن بإذن الله كلام في منطقة الأهمية لاعبين كتير ملاعبوش قدام جماهير كتير نعمل إيه؟ ندعمهم نسندهم نشجعهم بص شايفين مشهد الرائع ده كان مشهد عظيم طول الوقت مشهد عظيم أنا أنا متفاهم إنه جماهير منطقة مصر مش محتاجين يعني توصية يعني مش محتاجة أقولك إنك هتشجع منطقة بس فأنت بستني كلامي أنا فاهم والله بس دي أنا بنسمع بعض وبنشجع بعض وبنفكر بعض بس مهم جدا لازم تبقوا فاهمين نقطة في منطقة الأهمية وارد لا قدر الله لا قدر الله يخش فينا هدف مثلا لا قدر الله نعمل إحنا إيه في الوقت ده نشجع ونساند اللي عمل في الملعب مش عايز يشوف يعنيك أنت لحظة يأس عشان يعرف يرجع في المباراة ويسجل هدف واثنين وثلاثة بعد كده إن شاء الله وارد كل حاجة تحصل في الكورة يعني أنت مش مستني إنه منتخب مصر بس إن شاء الله منتخب بصر بس اللي يسجل بإذن الله بس دي كورة ممكن تسجل أهداف ممكن يخش فيك أهداف ممكن يخش فيك أهداف وتسجل بعد كده وتعود بأكتر من هدف كل حاجة واردة زي ما متعودين المهم إنك أنت في المدرجات ما تيقس لحظة عشان لو لقد الله يقست لحظة أو هبطت لحظة أو زعلت لحظة أو ادقيقت على لعب في أي لحظة كل ده هيبوص كل حاجة مهم جداً السود ده يفضل بيرند ومهم أكتر الناس اللي هتروح لأستاذ بدري ما تسلش نفسك بالتشجيع يا ما تروحش الساعة 3-4 وتقعد لحد الساعة 9 ونص تقعد تشجع فتيجي بقى ساعة الماتش هبطت تعبت مش قادر مش قادر تنفس مش قادر أتكلم ما أنا شجعت كتير شجعت مين شجعت الهوى متش فيه لعيبة في الملعب أصل لما اللعبة تنزل والمباراة تبدأ ابدأ شجع قبل كده اسكت ولو في حد جنبك قام ورح أقلل الناس تشجع يقول له سن انت بتشجع أي دلوقتي هم تشجع مين احنا ما فوج جايين نشجع منتخم مصر المنتخم بسه ما زلتش الملعب أصل فنهدأ نوع نساعد بعض كده نوع نساعد بعض طيب دي طيب معنا عبر الهاتف سيد سفيرة نوع خضر سفيرة مصر في السنغال نسألها عن الأجواء هناك في السنغال قبل هذه المواجهة الكبيرة يا فندم صباح الخير على حضرتك مشرفة ومنورة أهلا بحضرتك قولنا بقى احنا عايشين هنا طبعا أجواء حماسية جدا وأجواء يعني منديالية وان شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله ونصعد كأس العالم الأجواء بقى في السنغال بيتناولوا الأمور دي ازاي الجميل عايشة الحالة دي ازاي وبالتأكيد الصحافة والإعلام هناك بيتكلموا ازاي يعني عايشون خلاحة ممثلة يعني طبعا وفي انتظار من مباراة كبيرة يعني نفس الليها عم نتبعين المنتخبين سواء المنتخب المصري في تجربات المؤثر أو المنتخب السنغالي بنفس الحالات يعني المنتظار طبعا يا فان في سؤال عايش سأله حالك في منتهى الأهمية وهو احنا ان شاء الله المباراتين في وقت متقارب جدا السبت والثلاثاء موضوع سفر الجمهور المصرية إلى السنغال وهذه الإجراءات هتبقى ميسرة وسهلة للجميع ولا ممكن يبقى فيها أي صعوبات يعني ان شاء الله هتبقى ميسرة يعني انا شغالين يعني في التفاصيل وفي التواصل دائمنا على المسئولين وبينها يعني الصراحة مش بتأخرين وبينسهلين بيقدمين كل الكافينات اللي احنا عايزينها يعني يعني الأمور ميسرة إن شاء الله وطبعا نتمنى يعني من أكبر عدد من المشافعين اللي يتنشجعون من يتخذ إن شاء الله إن شاء الله الصحافة هناك بقى في السنغال تتحدث إزاي عن منتخب مصر تتحدث إزاي عن قوة منتخب مصر إحنا هنا نتحدث عن قوة المنتخب السنغالي هم شايفيننا إزاي يا عاما سيكوننا طبعا منتخب يعني منتخب خل وهم يعني مثلنا كتبقين رفهم من نتيجة ما حصلت بالبكرة الأطيقية ومشاكين من دائم جايز يعني تلواجع بمثل إزاي ومتحدثون من المباراتين الجايين وعاكين أننا نتحدث يعني تتحدث بهالديون اللي هو بالإدافة القوة يعني فهولها اللي يطار وهو ما نبطل اللي يجدونه كده فلاقي يعني هم طبعا بتتعدين عيشة وعاكين أنه دي عقبة مش فهمة أدامهم السفيرة نوع خدر سفيرة مصر في السنغال أنا بشكر حريك شكرا جزيلا لهذه المداخلة طيب استاد القاهرة جماهير 60 ألف مشجع إن شاء الله ساعة الاستاد في هذه المواجهة ساعة أو الجماهير المسموح لهم بدخول لهذا الملعب النيجيلة ما شاء الله جاهزة زي ما حالكم شايفين الصور دي لرقم عشرة لبرنامجنا النيجيلة استاد القاهرة على أتم استعداد لاستضافة نجوم العالم من منتخب السنغال والمنتخب المصري منتخب المصري والمنتخب السنغالي مدرجات رائعة استاد ده استاد ده تاريخي وعظيم وشهد إنجازات تاريخية المنتخب المصري بحب أنا استاد القاهرة جدا أنا أيسك طبع كل استادات عظيمة بس استاد القاهرة ده له ذكريات رائعة جدا مع كل المصري الاستاد في أحلى صورة ممكنة استاد أوروبي استاد كمدرجات وكنجيلة وكمساحة وكتصميم استاد أوروبي استاد أوروبي إن شاء الله نعمل مباراة كبيرة ونعمل مباراة رائعة أنا فرحان الأستاذ كمان جاهز بنسبة 100% اللي شايفوا قدام عناية ده دي جاهزية بنسبة 100% خدوا بالكو الكاميرا كمان جاية منين جاية من تحت أحيانا لما تبقى الكاميرا من فوق ما تبينش التفاصيل لكن شايفين الكاميرا قريبة جدا من أرض الملعب النجيلة خضرى خضار وحلاوة كل حاجة شايفين بقى من بعيد الصورة رائعة الأستاذ رائعة ناقصه الجمال ده ناقصه جمالك انت كمشجع تروح وتنور الأستاذ بصوتك تنور الأستاذ بصوتك وتعمل أحلى تشجيع وتعمل أحلى أداء زيك زي اللاعب زي المدير الفني زي كل اللي موجودين فيه منتخب مصر بالمناسبة النهاردة اتحاد دول الفيفا أعلن تفاصيل قرعة كأس العالم واللي هتكون في الأول من شهر إبريل بإذن الله بعد ما نخلص مطش السنغال على طول القرعة هتتعامل بعدها بيومين القرعة هتعتمد على تصنيف المنتخبات اللي هينشر يوم 31 مارس الجاري هيتم وضع أسماء 28 فريق نجحه في عبور التصفيات في أربع أوعية بناء على التصنيف العالمي الصادر في 31 مارس من المكرر وضع منتخب قطر فيه الوعاء الأول على رأس المجموعة الأولى بصفتها الدولة المستضيفة ثم تنضم إليها المنتخبات السبعة الأعلى تصنيفا على رؤوس باقي المجموعات وسيتم تخصيص البلدان التي تحتل المراكز من الثامن إلى الخمستاشر في ترتيب المنتخبات المتاهلة في الوعاء رقم اتنين بينما سيتم وضع البلدان من 16 إلى 23 في الوعاء رقم ثلاثة ويحتوي الوعاء رقم 4 أصحاب التصنيفات 24 و25 و26 و27 و28 بالإضافة إلى ثلاثة رموز تمثل الفائزين في التصفيات بين الكرات من المكرر أن يتم بدء السحب في الوعاء رقم 1 وينتهي بالوعاء رقم 4 وسيتم إفراج كل وعاء تماما قبل الانتقال إلى الوعاء التالي وهيتم سحب كرة من وعاء المنتخبات مدبعا بكرة من أحد كرات المجموعة ليتم تحديد رقم المنتخبات في المجموعة وهيتم فصل المنتخبات من نفس القرى في كل مجموعة من المجموعة التمانية باستثناء الاتحاد الأوروبي ألاسه يمسره 13 فريق وبالتالي سيد وايكد سناء أوروبي في خمس مجموعات من أصل 8 مجموعة يا رب يا رب يوم واحد إبليل ده كده نكون طرعين على الهوى بنتكلم عن مجموعة مصر في كأس العالم يا رب يا رب الله يا حلوة تخيلت كده بقى إيه جاين يوم واحدة أربعة ده بعد ما نتأهل إن شاء الله نقول بقى إيه من المنتخبات القوية اللي في مجموعتنا من المنتخبات اللي ممكن نكسبها شوفوا الكلام حلو إزاي يا سلام يا سلام إن شاء الله بإذن الله يا ربنا أكرمنا بإذن الله حلم المونديال ده حلم أحلى حاجة في الكورة كأس العالم أحلى حاجة في الكورة وأحلى حاجة في الكورة إنك تشوف منتخب مصر في كأس العالم يا رب ربنا أكرمنا طيب نروح لأخبار النادي الأهل النهاردة ومحمد محمود لاعب النادي الأهلي أجل حسم رحيله عن النادي في الفترة اللي جاية خصوها إنه لسه بدر شوية على نهاية الموسم حوالي خمس شهور وده رغم إنه جاله عروض كتير من بعض عندية الدولة اللي اتكلمت معاه وعايزاه في آخر الموسم لكن محمد محمود مش عاوز يتكلم دلوقتي لحد ما يشوف موقف موسماني معاه إيه وهياخد فرصة ولا لأ ده محمد محمود بيتسو موسماني مدارب الأهلي طلب عودة مين بقى؟ أحمد رمضان بكم ومحمد شكري المعارين اللي نادي سموها بنهاية الموسم الجاري ده طبعا بعد تقلقهم في الفترة الأخيرة شكري لما يرجع هيكون بديل للتونسي عالم علولي زي الأيسر وده بعد اقتراب محمود وحيد من الرحيل في نهاية الموسم الحالي بكهم من اللاعبين اللي الموسماني عايزه عايزهم يرجع عايزهم جدا عشان شايف أنه هيقدر يستخدمه في ناحية اليمين وفي مركز المدافع نادي فيوتشار بدأ الحديث مع رمي ربيع مدافع النادي لاتعاقد معاه في نهاية الموسم وده بعد ما النادي عرف أن الموسماني مدرب الأهلي ملوش رغبة في استمرار الربيعة خلال الموسم الجديد وقال مصدر لنا أن يساعد سمير مدافع الاهل المعال فيوتشار بيحاول يقنع ربيعة بالموافقة على عرض فيوتشار عمر بسيوني مدير التعاقدات في نادي ببيراميد تواصل مع أحمد يحياء وكيل محمود كهرباء للتعاقد معه في الفترة المقبلة أحمد يحياء عرض الأمر على كهرباء كهرباء رفض العودة لمصر لأي فريق غير النادي الأهلي كهرباء مستني عرضه مع فريق هطاية تركي تخلص عشان يشوف موقف موسيماني من عودته أعتقد كهرباء عايز يكمل في النادي الأهلي أعتقد يعني أماد النحاس مدارب التحادي سكنداري بدأ يتدخل لدى الأستاذ محمد مسرحي الرئيس النادي اللي عفو عن حسام عشور مع قياب اللاعب بالاعتذار عن مسألة شكوى النادي بسبب مستحقات متأخرة نحاس عايز أستفيد من وجود عشور مع الفريق لأنه محتاج كل اللعيبة الفترة اللي جاية نقطة بقى على حسام عشور نوقف أولا حد ما أتكلم على حاجة على حسام عشور حسام عشور هو لاعب تاريخي كبير جدا للنادي الأهلي هو واحد من أعظم اللاعبين اللي حققوا إنجازات وبطولات وأرقام كياسية كبيرة مع النادي الأهلي في رأيي وأنا قلت الكلام ده قبل كده هو ما اختارش الطريقة الأنسب إنه يرحل بيها عن النادي الأهلي طريقة كان ينقصها الكثير من الزكاء الفني وزكاء الموهبة عمل حاجات كتير عظيمة مع النادي الأهلي لما جي يخرج من النادي الأهلي ما اخرجش بطريقة زكية دلوقتي هو بيلعب مع فريق جماهيري كبير هو نادي الاتحاد وأنا رأيي برضو إنه لو عايز يخرج من نادي الاتحاد يخرج بطريقة سلمية زكية حرام لاعب بكل هذا التاريخ وكل هذه الإنجازات وكل شوية يعني يخسر بعض من جماهير الأندية دي مش أقول كل الجماهير يخسر جزء من جماهير النادي الأهلي يخسر جزء من جماهير النادي الاتحاد حرام حرام عليه نفسه إنك بعد كل المشوار العظيم ده عظيم مشوار حسام عشور مشوار عظيم جدا جدا حرام ينتهي ب عارف أنت كده اللي هو إيه بفتور كده ما تحسش إنه حسام عشور موجود إنه حسام عشور ما يبقاش موجود في الصورة بشكل كبير ده لعب من الأسماء بقولك التاريخية في التاريخ النادي الأهلي لازم لما يخرج أو يعتزل أو يبطل كورة يخرج بالشكل الذي يغليق بهذا التاريخ العظيم ليه سواء على مستوى البطرات أو عدد المباريات أو عدد المشاركات عشان هو يستحق إنه يبقى في مكانة أفضل بصراحة طيب نروح لأخبار نادي الزمالك وجزول دوبريرا منح لعيبي نادي الزمالك راح من التدريبات الجماعية خلال فترة التوقف الدولي الحالية وده بعد ما بعض من اللاعبين اتكلموا مع الجهاز المعاون بإمكانية حصولهم على راحة خلال فترة التوقف الدولي لكن برييرا رفض وأكد إن الفترة اللي جاية هي أفضل فترة لإعادة حسابات الفريق وترتيب الأوراق من جديد كما إنها فترة إقاف من أجل عودة اللاعبين لمستوى أيضا من قبل ما أروح أو أكمل أخبار نادي الزمالك معايا على الهاتف واحد من الأسماء المحترمة جدا في نادي الزمالك دائما الكابتن الكبير كابتن أمير عزم جاهد مدرب الزمالك السابق يا كابتن أمير صباح الخير عليك مشرف ومنور أخبارك كل أمورك كويسة الحمد لله طيب هنسيب الأهلي والزمالك دلوقتي وسألك على منتخب مصر متفاعل ومتطمن إن شاء الله لمواجهتي السنغال والله يبص هم ماتشات صعبة طبعا الماتشين صعبين خاصة أنا في رأي الماتش اللي صعبة جدا اللي فرقة سنغال فرقة مختارة أنا فرقة عندها لعيبة مختلفة في أوروبا وكل الناس عارفة كده فرقة عندها إمكانيات بدانية قوية لكن ما فيش حاجة يعني أنت الفرقة دي وصلت معها فاينل ضربات جزاء وكنت ناقص لعيبة لكن المهم اللي في القصة دي اللي أنت لازم تبقى محضر كويس الماتش لازم أن تغضع من حتة الضغط اللي ستبقى على اللعيبة دي وحتة الجمهور طبعا من أجل يمكننا نحن قلنا يبقى 64,400 فبرضو كل دي ضغوط لكن أتمنى للي يبقى فيه في تركيز من اللعيبة وهو مكشو كورة في الأول والآخر إنت 11 لعيبة وإن 11 لعيبة أنا شايف اللي هيبقى أعصاب وأهدى واللي هيبقى بركز هو ده اللي هيبقى مع أي فرقة من فرقتين ده كما أنا شايف اللي ننتخب مصر يقدر ما فيش حاجة مستحيل في الكورة بس لازم اللي أنت برضو هتخشش مع فرقة زي دي في التحانات أو في حدة السرعات هم يتفوقوا عليهم خلينا نتكلم الأفريسة السمراء بتتفوق عليهم بكورتك أو اللي أنت اللي عيبة مصري عنده كورته كويسة دعب المصري الزكي لكن زي ما قلت لك مباراة صعبة لكن اللي اتمنى حتى لو ما فيش نتيجة إيجابية ما تخسرش أو ما يخشش أو حتى لو فيت عدل تحاول ما تستقبلش نقطة مهمة نقطة مهمة مهمة جدا لأنت ممكن هناك ممكن المطش ممكن أنت يعني تسير المطش حسب ما أنت عايز لكن أنت أهم حاجة هنا أنا شايف الأهم أهم حاجة تنظر اللي أنت ما تستقبلش أهداف كسبت 1-0 اتعدلت 0-0 كسبت 2-0 أهم حاجة اللي أنت ما تستقبلش أهداف في ناس بتقولك مش أنا يعني في ناس بتطلع تقولك إنه ليه ما نكسبش هنا 3-4 عشان نرتاح في مباراة العودة رأيك إيه لا ما أنت عنده ما تلعبش مع فرقة مش شارع يعني فرقة تعريطة سمعت سمعت أحد والله يقول كده يا كابتن أمير والله سمعت أحد يقول كده يعني هما برضو أكيد مركزين والفرقة يعني النهاردة حتى لما بقرة بقيتهم هما كانوا في المغرب برضو عاملين تابعين في المغرب فالناس برضو هو حيل من المنتخبات كلها فأكيد هما مركزين أكيد هما برضو بايين يعني نتيجة إيجابية يعني برضو فيه ما سيقولك على أد على أد الحفة كمد رجوية يعني مش الكلام حدو قوي لكن في الواقع لاحية القوتين المتساوتين بل هما يعني عندهم زي مرتلت متفاقوا عليك في الليه برضو لعبتهم كلهم محتلفين في أمبياء جمدة في أوروبا كلهم بلعبوا أستيين فبرضو يعني مش هتلاح فرقة الغيرة لكن إنت لو مركز يا رب نكسب ثلاثة أربعة بس طبعا ما فيش حاجة مستحيل في الكرة لكن انت بتلاح فرقة مسترمة فرقة طيب يعني الكلام ده أنا شايفه يعني بايت شوية عن الواقع طيب تشكيل المنتخب مصر رايق مواجهة الزهاب مواجهة الكاهرة إن شاء الله يكون إزاي والله أنا شايف يعني 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 برضو خلي بالك في نقطة برضو المستويات العيبة بعد ما رجعت من البطولة مش بتكلمش على الزمال بس حتى هتلاقي العيبة في الأهلي هتلاقي العيبة في بيرا مزعتها يعني أنا حكيت اللي حصل فيه حزة شوية في مستوي بعض العيبة ده ممكن يكون الله أعلم من إيه بس أنا شايفه من تلقح والمباريات طبعا يعني أنا كريم أنا احترامي اللي بيحصل ده اللي انت كل يوم 3 مطشات 3 مطشات 3 مطشات وانت أصلا العيبة في مصر مش متعودة على كده دي نقطة أنا متخاف منها اللي يبقى عندك أرهاق لكن أنا شايف اللي ممكن يعني ممكن محمد الشمال وحلسطة المرمو عمر كمال نحية المين الوينش محمد عبد المنعين فتوح في نص الملعب أنا شايف اللي ممكن يبقى مني وعمر الصلاية وحمدي فتحي بقى في نص الملعب وابتلعب نحية الشمال عمر مربوش ونحية المين محمد صلاح وقدم مصطفى محمد طيب مش عايز تستغل تريزي جيمين أول المباراة كلاعب متعلق في الفترة الأخيرة في الدولة التركية بشكل كبير بص هو متعلق وكل حاجة بس يعني بص من اللي احنا شفنا قبل كده هو عمر مربوش برضو متعلق كان عمر مربوش برضو لسه جاي بكون من أول من برحة المنين وصنع بقل يرعب فرقة كبيرة برضو فرقة صغيرة لكن هو برضو خلي بالك الأجامد عندهم حت تباكي التشكيل بيتبقى يعني بيتبقى أكتر من من أي بلربين يعني هو هتلاقي برضو هو باعتمد على عمر مربوش على طول في الأمم الأفريقية في كل المنشاة بدأها فممكن تريزيجي تستغله لو في نص الملعب ممكن مثلا على حسن الحمد فاتح اللي ممكن يبقى عمر الصلاة معنيني وممكن تريزيجي في الحتة دي ممكن يسا لكن أنا فوق يتنظر والراجل هيبدأ بأمر مربوش ومحمد صلاح في المصطفان كابتن الكيمير كابتن أمير عازم جاي مدارب نادي الزمالك الأصبك أنا بشكرك شكرا جزيلا لهذه المداخلة تشكيل منتخم ماس حيسي مفوش لغبات كل حاجة واضحة وكل حاجة سهلة إن شاء الله طيب نكمل أخبارنا والبعض كان ربط تواجد النجم الليبي الحمد للهوني لاعب الترجي التنسي بالقاهرة بأن اللاعب جاء للاتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك عشان ينضم للفريق بداية من الموسم اللي جاي الحقيقة أن الهوني جاي مصر كزيارة وبرضو لدراسة العرض المقدم ليه من نادي برامد أما بخصوص الزمالك فما فيش أي مسؤول من الزمالك تتكلم مع الهوني أو فتح المفاوضات معاه حتى هذه اللحظة صحيح هناك بعض الوكلاء اللي بيعرضوا اللاعب على الزمالك لكن ما حصلش أي تفاوض أو اتصالات رسمية ساعة اللي فاتت انتشرت أخبار بوصول عرض رسمي ليوسف أوباما من نادي الاتفاق السعودي وده يعني مصدر في نادي الزمالك قال لرقم عشرة إنه ما فيش أي كلام من الكلام ده فيش عرض رسمي ليوسف أوباما سواء محلي أو خريج حتى هذه اللحظة كمان مجلس دارة نادي الزمالك واخد قرار إنه ما فيش أي لعب هيتمه من ناقشة أي عروض احتراف ليه في الفترة الحلال أهم في التوئيد ده عودة الفريق للطريق الصحيح ده كلام محترم البرتغالي جزوالدو فريرا المدير الفني للزمالك تكلم مع الجهاز المعاون عن المغربي أشرف بن شرقي فريرا قال لهم بن شرقي لعب غير مفيد للفريق في الوقت الحالي وطريقة لعبه غير مناسبة في الطريقة اللي هاعتمد عليها الفترة اللي جاية اللي ما عنديش مانع في عدم تجديد التعاقد معاه لأنه هو نفسه مش متحمس للعودة إلى أداؤه فبناء عليه أي لو هو طلب عدم التجديد أنا كمان مش هطلب عدم تجديد تعاقده اللي هم بن شرقي معدل أداؤه البدني ضعيفه وفيه برنامج خاص لرفع العامل البدني تحت إشراف أندريا فليب مدرب الأحمال هنلسى مكملين مع حراكم من كام يوم مصر استضافة كأس العالم للجنباز مصر دائما في الفترات الأخيرة تستضيف كل البطولات العالمية في كل الألعاب احنا كده فردين درعاتنا للعالم وبنقوله أيوة قادرين أن احنا نستضيف كل البطولات آخر البطولات زي ما قلت لكم كان كأس العالم للجنباز هيكون معانا بعد الفاصل ضيوف وأبطال مصريين تشاركوا في هذه البطولة محمد منتصر لعب منتخب مصر للجنباز وأيضا أمر العربي لعب منتخب مصر للجنباز بعد هذا الفاصل انتظروا يا عنا بحقاتكم مرة أخرى زي ما قلت لكم بطولة العالم كانت أقيمة بطولة العالم للجنباز كانت أقيمة في القاهرة منذ أيام قليلة بطولة العالم واحدة من البطولات بيبقى في كذا بطولة للعالم في الجنباز بيأهلوا للأولمبيات واحدة منهم استضافتها مصر خلال الأيام الماضية وكان عندنا اتنين منهم أبطال مصريين تشاركوا في هذه البطولة محمد منتصر وعمر العربي محمد صواحي فل مشرف ومنور أخبارك إيه الحمد لله فصوا عمر شايفك وانت عمر مشرفوا منور أخبارك إيه كله كويس طيب عمر هابدأ معاك أنا يما بحب أبدأ من الآخر أو مش من الآخر من الأول في ناس كتيرة لما ماجهز تضيف ناس من ألعاب أخرى بيبقواش عارفين الألعاب دي مش عارفين تفاصيلها يعني يقولك جنباز عارفين كلنا الجنباز الجنباز دي بتلاعب إزاي بتلاعب فيه بتعمل فيها إيه بتبدأ فيها من سن قد إيه بحب أنا فاهم الناس وعرفهم الأول عشان أنا لو عندي أولادي مثلا ما بيلعبوش الألعاب دي روح وديهم يلعبوا جنباز بدلا يلعبوا كورا بصوا جنباز بيبتدي من سن طبعا تلت سنين ده السن المثالي فيه ناس بتختلف فيه حالات فردية ممكن يبقى أكبر من كده بسؤلالين قوي هو السن المثالي تلت سنين دلوقتي يعني في الفترة دي بالذات فيه نوادي كتير قوي وفيه جمات كتير قوي فيه أماكن أكاديميات كتير قوي فتحت في الجنباز يعني إحنا في عصر الحمد لله كويس قوي فيه مجهودات كبيرة قوي تعاملت من الاتحاد الفترة الأخيرة من سنة 2018 لوقتنا ده يبتدى يبقى فيه مهوك كبير قوي في الجنباز فإحنا كلعبة تعرفنا وابتدى يبقى فيه ناس كتير قوي من بره بتخوش مجبلة على الجنباز ودي حاجة في حد ذاتها نجاح للجنباز يعني الحمد لله شور عظيمة والله هجي لك أنا في البطولات والإنجازات بس هنكمل برضو معلومات عامة كده الأول أول أول ما تشوف التفاصيل محمد إيه الفرق بقى من الجنباز الإقاعي والجنباز الفني أنا أفهم جنباز بس ما أفهمش التفاصيل دي أوش أعمل ذكرت شوية يعني بس يعني إيه التفاصيل اللي الناس تحب تعرفها كمان إحنا عنده جنباز الإقاعي ده أصلا بيبقى البنات بس ما فيهوش رجال خالص جنباز الفني فيه بنات وفيه رجال جنباز الإقاعي برضو عندهم أربع أدوات بيشتغلوا بيها وإحنا عندنا في الجنباز الفني البنات بي عندهم أربع أجهزة والولاد عندهم ستة والولاد عندهم ستة آه آه إنت بدي إيه إمتى بقى جنباز بدأت تلعب أنا بدأت تقريبا أنا عند أربع سنين وعمر وإنت بدأت ستة ست سنين حلوة الفكرة أنك تبدأ من أنه أنت صغير الكرة ممكن تبدأ وإن أنت عندك عشر أو حتاشر سنة بيبقى صعب في الموضوع ده يعني كل ما أنا وضعي يبقى بدري كل ما بيبقى أحسن لك آه والجسمك برضو تفري بدنيا طبعا طيب عمر النحية التانية أنه أنا بتكلم اللواتي مع اتنين أبطال أنا قدامي بص كلام كتير قوي يعني عمر حايا المركز الأول فردي عام في بطولة أفريقيا الفين وتمانتاشر اللوكومات في نبيبيا حصل على المركز الثاني في بطولة العالم كاس العالم 2019 شاركت في أولمبياد توكيو 2020 2021 مركز أول فردي في بطولة أفريقيا في مصر كتير طبعا ولسه فيه تاني ها طبعا تبطولها جاي حسنة والليلش في 2022 حصل على المركز السبب ونفساد جهاز الحركات الأرضية بطولة كاس العالم الجنباز الفني بمصر بطولات عظيمة تعندك كم سنة أصلا الآن أنا 23 بك بمصر 24 23 24 وماشاء الله يعني كل بطولات حكيلي بقى حكيلي التفاصيل دي إيه أحلى وحدة فيهم إيه أكتر بطولة أنت أحبت توجدك فيها لا هي كل بطولة لها مزاكرة خاصة صراحية كل بطولة بطلع فيها بحاجة بس أكتر واحدة كانت يعني لها تأثير خاص علي اللي هي الأفريقية بتاتي 2021 من هي المؤهلة للأولمبياد بتاع توكيو وكان في قبلها تفاصيل كتير كده وصلتها تفاصيل كتير فدي كانت أكتر واحدة تفاصيل كتير حلوة يعني؟ في منها حلوة في منها روحشاء الحلوة منها إيه؟ الحلوة منها إنه دي حاجة أنا كنتم أحلم بها من هو ناطف نعم أو يعني أنا والدتي كنا على طول بنفكر في موضوع الإنبياد ده من أنا صغير منساش وإنا كنت مستبع دي الموضوع ممتازي كانت لقى كانت سبورت لي في الموضوع ده ممتازي وبعدين حصل مشكلة ليا بدنيا ممتازي وإلى التحاد تساعدوني كتير قوي في المشكلة دي وكانت تتابقوا مشكلة كبيرة يعني ملاش حد لغاية ما الحمد لله تحلت وعد دي مش لايه عضلية في الجز أوه مشكلة عملية وموضوع كده يعني في آآ في أزمة يعني في رجلية وبس فالأزمة دي تخطيتها تتعمل منها أفلام دي نعم نحي كتير لقى لك بسرعة كده بس الحاجات دي تبقى نفسيا ومعنويا قصات عليه كتير قصات كتير الحمد لله يعني لا 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 كويس كويس الحمد لله طيب محمد نفس الأمر بعيد ده برضه هو تأهل أولمبيات الشباب في الأرجنتين هبتكلميك على محمد منتصر بعد حصوله على المركز الأول في بطولة الأفريقية في نبيبيا طبق بزهابية حسان الحلم في بطولة البحر المتواصل لجنباس بتونس حصوله على المركز الثالث في الأول على أفريقيا في بطولة العالم شارك مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العالم ٢٢١ ٢١٢٠ في كأس العالم ٢٠٢١ في كأس العالم في مصر ٢٢٢٢٢ برضه حاجة كتير قوي برضه كم سنة السؤال سأر بقى حاول أجمع أنا؟ أنا ٢٠ وماشي في الـ ٢٢٢ تفهم؟ بس لعيبة الكورة سنة بتاع كورة لعيبة الكورة تليهم مثلا إيه؟ لو عملوا رقمين من دول مثلا في مشهور عشرين سنة يبقى إنجاز فاللعبة حلوة إيه برضه؟ نفس السؤال إيه أكتر حاجة أنت كنت فرحان بيها في الإنجازات العظيمة دي؟ هو يعني حاجات كتير بصراحة بس برضه أهمهم بطولة الأفريقية اللي هي كانت في النوعيبي عشان دي كانت تأهيل الأولوبيات النشئين بس ومعظم البطولات بصراحة أي بطولة يعني الواحد بيطلع فيها بيتعزف النشيد أو بيطلع فيها أول ويلاقي الأعلم بترفق دي الصراحة بتبقى حلوة جدا 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 الناس بتبقى شعر في قومتها دي يعرفها الأبطال بس آه يعني وإنت واقف كده والنشيد بيتعزف سواء في طولة أفريقية أو بحلو متوسط هتتحس بحاجة جسمك كله هي أشعر فعلا الله عليك الله عليك طيب أمار هاي سألتك السؤال أنا عارف أنت ترعب في الأهلي وإنت ممتك بتاخدك وأنت صغير في السن كده ورايح تلعب جنباز ما قايتش مثل أنت ميلعب كورة يعني العادة عندنا ليه إيه؟ أول حاجة إيه يلعب ابنك هيلعب إيه كورة ما منفكرش حاجة ليه الجنباز جات أصلاً كفكرة؟ يعني هي جات كفكرة أنا الأول كتبالة في صباحة وأنا صغير فجيت أقدم في مدرسة مدرسة رياضية يعني لازم أننا بقى ألعب رياضة مع الدراسة فمدير فني شافني قال لمعامتي ده مستقبل ممكن يبقى أكاس في الجنباز يعني أنت شايفة مستقبلة كريوة دي مش كشارة فلوس أول حاجة السهلة يعني مش مستقبلة كريوة دي فبتنت اتجه للجنباز أنت يتبقى فيه كويس جت في فترة أنا عايز أبطل وأنا صغير حسيته عذاب كده أو مجهول كبير أوه فإيه خلاص براحتك عايز تبقى ما تبقاش بطل براحتك بس إيه هو ده مستقبلك؟ فضلت مكمل فيه وخلاص اللي هو حاجة يعني جنباز حاجة كده فيه منها إدمان اللي هو أنت دخلت فيه فعلا مش هتعرف تبطله يعني حتى مهما تجرت مهما كسرت مفيش بس كده طيب محمد انت دخلت في سبورتينج مصبوط؟ بدأت من إمتى بقى؟ بدأت من إمتى بقى؟ بدأت من إمتى عندك سنت سنين وانا أربع سنين أربع سنين فيه أي لحظة من اللحظات حسيت أنه بلأ كفاية جنباز بعد واشوف لعبة تانية غير فيه لعبة تانية جماعة جدا فيه؟ فيه صراحة كتير يعني كتير؟ كتير بس الواحد بيعديها وفي نفس الوقت يعني فيه ناس بتوقف جنبه سواء أهله أو صحابه طبعا وقت المنتخب بيقى فيه المدير الفني المدربين يعني فيه ناس بتوقف جنبك كل ما يبقى فيه حاجة تحسنك بترجع الورقة ومش قادر أو تعبت أو خلاص لا بيسندوق ويقفوا جنبك ولأ أنت تقدر تكمل وتقدر تدي زيادة فالموضوع ده قابلني كتير يعني بس الحمد لله لوحد بيعدي عظمة جدا بسوط العالم الأخيرة بقى عملتوا فيها ايه؟ الأجواء كتير عاملة إزاي الإنجاز عملت فيها؟ كس العالم الأخير ده حاجة صراحة ومشرفة يعني بس لو كس العالم ده مؤهل لأولمبيات باريس وأن أي دولة تستطيع في كس العالم مؤهل ده موضوع صعب في لعبتنا فإن مصر تاخد كس العالم ده وتطلعه بالشكل ده كان حاجة صراحة واهمة يعني وإحنا كالعيبة الحمد لله طلعنا بأداء مشرف جدا فمصر بيانت إن هي تقيلة إن هي تقدر تتضيف بطولات عظيم عند إمكانيات فنية وبرضو اللاعبين لا إحنا بنتخانق مع بطابار لأن إحنا اللي موجودين ما كانوش لعيبة عادية وإحنا 34 دولة أكتر من كامل عيب الناس كتير قوي ويقاقل لهم بطولات عالم يعني كلهم الناس الأساطير اللي كنت بشوفهم وأنا صغير في الجنبوز هو اللي بلعب معهم دلوقتي عظم فلانا الموضوع الصراحة محمد إنت إيه الأخبار في البطولة ديك؟ راضي عن اللي إنت عملت وراضي عن زمالك عملوه راضي عن التنظيم البطولة بشكل عام طبعا التنظيم كان حاجة هيلة جدا البطولة يعني كانت متقسمة على يومين نحن عندها ستة أجهزة فكان فيه ثلاثة أول يوم وثلاثة ثاني يوم أنا كنت مفروضة هلعب جهاز في أول يوم وجهاز في ثاني يوم أول يوم يعني ربنا ما وفقنيش قوي في أول جهاز يعني حصل فيه وقعات وكده فيمكن الواحد كان متضايق شوائي أول يوم بس الثاني يوم الحمد لله في المتوازي عملت جملة حلوة جدا وكنت راضي عن نفسي جدا فعوادت يمكن أول يوم بالنسبالي وبالنسبال للناس كتير فاتبسطت قوي يعني بتاني يوم عظم جدا بص بقى آخر سؤال ملوش علاقة بالجنبواز دي علاقة من منتخب مصر ومطش السنغال بما أننا كلنا عايشين الحالة ديت دلوقتي فحكي لي بقى أنت أحسسك متطمل متفائل إن شاء الله خير مفوض نعمل ايه في المطش دوت بإذن لي أنا إن شاء الله متفائل أنا حاسة أن احنا هنلعب كويس يعني عشان اللي حصل آخر مرة في كاس الأومان اوه فلا لا أنا صراحة متفائل إن شاء الله هنلعب كويس يعني نسجل اوه أصلا أنا أحسس الأحساس بتاعهم هو أنا جاي مغلول أو جاي شايل حلوة دي فلا أنا عارف إن شاء الله تقول لي أنت كرياضي أو كبطل أنت ما جاي بقى اللي هو إيه أدام خسرت حاجة اللي بعدها هلأ هكسب أعود بالزبط كده فلا أحسس إن هيات بهم موتش جمد إن شاء الله إيه محمد الله يا ربنا وفقهم بصراحة الواحد ماشي في الكرة أوشي أنا لأ أحسيت أتفرج وأشجع بس وقت المنتخب لكن غير كده ده وقت المنتخب أه هتشجع وقت المنتخب الواحد كان نفسه يروح الستاذ بصراحة بس يعني طبعا موسكار 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 في بطولة قريبة برضه موسكار أفروكي أفروكي موسكار برضه إن شاء الله طبعا نكسب كامل إن شاء الله صعبة دي بس أقول واحدة كده اتنين واحد خليها تلاتة احنا للخليها تلاتة واحد اتنين سفر تلاتة واحد عشان ده منتنين أنا بشرح له بقى أنا عارفة جنباز واطحة اوه ماشي تلاتة واحد انا مقول تلاتة واحد بتلاتة واحد نواصل بالدول يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى الكلام طبعا عن مواجهة مصر والسنغال يا توقف كل يوم كل يوم مصر وسنغال كل يوم دعم المنتخم مصر كل يوم كلام فني عن منتخب مصر وبالتأكيد كلام فني عن منتخب السنغال في هذه الفقرة أتشرف جدا أن أنا معايا اتنين من أصدقاء العزاء اتنين مميزين للغاية اتنين رائعين جدا كل حاجة حلوة هتسمعوها دلوقتي زي ما أنا متحمس جدا للفقرة دي يا رب كمان تكون أنتم متحمسين وتكون الفقرة كمان تعجبكم بإذن الله محمد عبد الوهاب وفادي أشرف محمد مشرف ومنور نورك يا كريم مبسوط أقول أنا معك دايما بممسوط بوجودك وأنا أكتر وأيضا فادي أشرف زي ما قلت لكم لأول مرة معايا فرقم عشر الصديق العزيز فادي أشرف مشرف ربنا خليك كريم دلورك ربنا خليك نور محمد أخبرك إيه؟ كله بخير وأنا دخل بقوله يعم جزي مورينيو ممكن يجيلي البرنامج فادي أشرف نايم فادي أشرف تعبير ثلاث سنين من اخذ دوري أبطال كده إن شاء الله صاح كده أهرض لك يعني على اللي حصل في برشلونة مش فاكر آه هنتكلم فيها بلازم بقوله مش فاكر تقوله هنتكلم فيها لازم طيب منتخب مصر مواجهة كبيرة أكيد قدامي سنغال هو الجمل العريضة المتكررة ولكنها مواجهة كبيرة ومواجهة صعبة بكل تأكيد مواجهة منتخب مصر وسنغال بنتكلم في منتخب قوى جدا هو المنتخب السنغالي منتخب محترم جدا هو المنتخب المصري عندنا نقاط قوى كثيرة وأكيد هم عندهم نقاط ضعف في وسط النقاط القوى الكثيرة بص أنا عجبني في كلمك يا كريم إن هو ما كانش فيه كلام من نوع سقر والموقعه والموضوع ما خرقش عن إطاره حتى بعد نهائي أفريقيا السنغال فازت به البطولة كلام كتير جدا هيتقال على منتخب السنغال من وجهة نظري من أول ممكن موعيت على كورة شايفوا من أكمل المنتخبات الأفريقية اللي موجودة في كل المراكز وعلى المستوى العالي إحنا كنا دايما بنشوف بالنسبة للمنتخبات الأفريقية إن هم عندهم في كل مركز عندهم حد نجم في المستوى الأول السنغال الموضوع زيادة شوية لأنه هو وصل كمان لحراسة المرمى اللي إحنا مش متعودين في الفرق الأفريقية والمنتخبات الأفريقية إن هم يبقى عندهم حراس مرمى في المستوى الأول لا مش بس كده ده أحسن حرس مرمى في العالم أكيد عندهم نقط ضعف وهنتكلم فيها إن شاء الله مندي بس أنا بلع كمانا كابت محمى عبد الجديد وقالت له ماشى هو مندي طبعا أحسن حرس في العالم بس إحنا برضو دخلنا في بوفون يعني أحسن حرس في التاريخ آآ آآ حمص يعني حمص عمل علامة يعني ما نقلقش آآه حيبقى صعب طبعا بس إحنا دخلنا في بوفون لا هو إحنا منتخب مصر من أفضل الحاجات اللي موجودة في منتخب مصر وشخصيته عبر التاريخ إن هو منتخب غير متوقع بالمرة منتخب عنده شخصية مش موجودة يمكن في منتخبات قليلة جدا بس اللي في العالم هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن نقطة القوة بتاعتهم ونقطة القوة بتاعتنا وإزاي نقدر نستغلها عشان نقدر نعدي من مباراة القاهرة قبل مباراة دكار إن شاء الله هاي بشكل عام يا فادي طبيعي كلنا كلها منفهم كورة وكلها منفرج على كورة وكلها منتشوف كورة كل الجماهير وكل المتابعين فاهمين إن المنتخب السنغالي منتخب كهو جدا ما فيش خلاف بس إحنا كمان عندنا عناصر قوة كثيرة في المنتخب المصري تقدر تفيدنا وتقدر بإذن الله توصلنا لكأس العالم إنت المواجهة دي شايفة طيب إحنا خلال نكونوا قائنا نحملها فريق أقوم مننا عشان نكونوا على نور مع بعضنا ولكن إحنا عندنا بعض النوقات ممكن تميزنا إحنا عندنا مبدئية مش أكلم مع محمد صلاح أفضل الله في العالم أنا أكلم عن كارلوس كيروش كارلوس كيروش كمدرب أفضل من أليو سي سي المدرب يقدر يتحكم بالأدوات اللي معاه اللي هي أدوات فيه سوبر ستار كبير جدا وفيه أدوات معا الراجل ده عارف مشكلتني إحنا دلوقتي ليه الأهل وزمالك بيستبيع له أهداف كتير لأنك المنظومة الدفاعية بتاعتهم مش مناسبة لطباعة يعني طباعة المساكين عندنا على سبيل المثال كارلوس كيروش لا أطموضة ده بدري بدري يتفرج على بقى هكتور كوبر ما عرفش بس إحنا المساكين عندنا مشكلتهم إنه هم بيجروا ورا الكورة مش ورا مساحة فهم ورا الكورة أنت أعمل بقى الكمباكت زون ديفنسي بتاعك قفل الدنيا هتلعب الناس فأنت دلوقتي تلافيت أقوى نقطة ضعفة عندك أنا كنت لسا كان معايا كابتن أمير عزمي كنت بقوله وكان معايا أحمد ياسين برضو على الهاتف بقوله إن كارلوس كيروش بيعرف يحافظ أو يأمن أو يحمي السنتر باكس بتوعه مش اللي هو سايبك لوحدك وتعامل المواقب والفول باكس طبا بيحمي يعني هو بيحمي المنظومة الدفاعية بشكل أفضل من الأهل وهكذا أحمد فتوح وحتى حراس المرمى كمين أكيد ده حاجة تاني نقطة عندك أنت عندك مغادر نظر 11 في الملعب في فرقات تقدر تعمل من على الدكة عندك لعب زي أحمد سايزيسو وقعات بره ده يعمل لك فرق كبير جدا في الملعب عندك لعبة كتيرة عندك دلوقتي في وجود لعب زي محمي مجدي أفشا كمان على الدكة بره عمك عندك تريزيجي لو ما بدأش أشياء مرموش يعني تريزيجي أو مرموش اللي موجود فيهم في الملعب التاني ينزل يعمل فرق وتحديدا تريزيجي يعني ومش هو اللي هيبدأ فبالتالي أنت عندك كمان أدوات وأنا كل يفقه في كارلوس كيروش أنه يقدر يتعامل مع الأدوات دي بشكل يقدر يحد من قط قوة المنتخب السنغلي اللي هي مش ساديو ماني بس ومش إسماعيل أصار بس إسماعيل أصار يعني ممكن يغيب لكن في نص الملعب التلاتة بتا نص الملعب وهم دول اللي هيعملو لك مشكلة كبيرة جدا ولازم أنه يعني مغاد النظر بقى السلاثي أو السنائي اللي هيلعب في مطش القاهرة لا ده أهم دور في المباراة كلها بالنسبة للتلاتة بتاع نص الملعب التاع السنغال طيب نقاط القوة بقى للمنتخب السنغالي هو نقاط قوة 11 لعب بس أكيد فيه نقاط قوة فنية ونقاط قوة فردية فنية على مستوى الجباية وفردية على مستوى مهارات اللاعبين طيب بالنسبة للمنتخب السنغال هو الجبهة الشمال بتاعتهم فرق كتير جدا على الجبهة اليمين بنتكلم على ساديو ماني طبعا هو قوة هجومية مش طبيعية على الجنب الشمال عندهم عندهم كمان فرديات عالية جدا في السلاثي الهجومي بتاعهم حتى كمان من على الدكة هيفرق قوي معهم لو زي ما فادي قال لو صار غاب صار البديل بتاعه اللي ممكن يبقى موجود هو ديانج لعيب كويس جدا بس ناس الوقت برضو مش بمستوى صار عندهم كيتا بالدي برضو كان شارك في أول كاس الأمم فعندهم مهارات فردية موجودة في السلاثي الهجومي بتاعهم مهارات فردية عالية غير ان الجبهة الشمال هو التركيز عليها عندهم ميزة كبيرة قوي في الكور السبت والضربات الرأسية عندنا كوليبالي عندنا شيخه كوياتي فالكور السبتة بتاعتهم بتمثل خطورة جبيرة قوي غير كده ان السلاسي بتاع الارتكاز عندهم انا شايف ان هم عندهم ميزة وعندهم عيب الميزة طبعا الاساسية ان كلهم الورك ريت بتاعهم عالي جدا التغطية المراكز اللي في الملعب اللي في خط النص عالية جدا بس الناس الوقت برضو السلاسي انا شايف انه ما عندهمش حد في ميزة زيادة شوي يعني العمق عندهم عندهمش تزديد مثلا بالنسبة للسلاسي لخط النص ما عندهمش مهارات فردية قوي يعني ونتكلم على مندي مثلا في لستر سيتي بنتكلم على ادريسة جانا جاي بنتكلم على شيخه كوياتي التلاتة فزيكلي اقوية قوي او اقوية جدا بدنيا بس الناس الوقت ما عندهمش مهارات تزديد ما عندهمش مهارات فردية ما عندهمش زيادة هجومية كبيرة هم بيقدروا ان هم يسيطروا على نص الملع فدولة التلات مزايا اللي انا شايفهم المهارات الفردية على الكورس بتاع على العالي جدا بتاع خط النص بتاعهم بس الناس الوقت زي ما فادي قال في عندهم نقط ضعف ما عندهمش دكة بودلاء على مستوى الحدوشة هجيلك على نقطة الضعف ولكن برضو نقاط القوة في المنتخب السنان من وجهة نظرك فادي ايه الحاجات اللي المفروض نتعامل معاها في قوة المنتخب السنان طيب احنا في الوقت ايه اهدفنا من المطش الاولاني جنين اه خلينا يعني نكون واضحين انا عايزين جنين هنا عشان نروح هناك نبقى العصب مش مشدود انا اهدفي اقلي من كده اهدفي طيبة جول لاكس بوحد سفر بس سفر اهم حاجة صفر طبعا اهم حاجة سفر اهم حاجة الدنيا الصفر وانا ان شاء الله بازن انا عفت نزبط الدنيا هناك انا بشوف من اقوى نوع قوة منتخب السنغالي بعكس بقى معظم منتخبات الافريقية مفيش منتخب افريقيا عنده اتنين سنتر باكس زي عبدو ديالو وكاليده كلباتي واحد بلعف نابري واحد بلعف بايرمير مفيش كده مفيش كده تنزف اول عندك نصف ملعب يعني اتفق طبعا مع محمد انهم ما عندهمش المهارات الزيادة ولكن ده سولاتي يفسد لك اي حاجة انت عايز تعملها في الملعب فانت بتلازم يبقى عندك خطة بديلة هل ممكن يبقى في اعتماد عن عمر السلائف في حتة ديب شوية بحيث ان هو ما يخشش في مواجهة مباشرة مع التلاتة دول ممكن تبقى افكار كتيرة طبعا التلاتة اللي قدام لو غابس معليها صار طبعا ضف مصلحتنا ولكن برضو يظل بان با ديانج لعيب كويس ساد يوماني يظل لكن برضو نمرة تاسعة عندهم مش او حاجة حتى لو فامارت زاد يوه لا يلعب مش الافضل ولكن يظل برضو منتخب يقدر يهددنا لكن عندهم نقطة ضعف او عندهم نقطة ضعف يعني تخيل يبقى عندك لايف بارمين وطلع نقطة ضعف بونصار ده ده هنا دي الحتة لتظهر اضعف نقطة اضعف نقطة فانا في منتخب بسأل بونصار باك اليمين دي الحترة تستخدمها علشان كده انا بفضل ان يبدأ مباراة هنا تريزي جي تريزي جي تريزي جي يقدر يستغلها ويقدر يعدي فيها يعمل فيها شغل كويس طيب قبل ما اخش لك على مصر وتشكيل منتخب مصر عشان برضو عندي افكار فيها اتناقش معكم فيها انتو قتلين ان فيه برضو نقطة ضعف المنتخب السبع ممكن نستغلها بشكل كويس انا شايف ان خطة فاحهم وكورة مش معاهم مش بيقابل بيسيب الكورة والاستحواز الوقت اطول شوية من اي منتخب تاني ما عندهمش الكدرة على استخلاص الكورة في المناطق الدفاعية بتاعتهم وهم مضغوطين طبعا الاوقات اللي ممكن يكونوا بيتضغطوا فيها مش كبيرة كمان على مستوى قارة افريقيا بس احنا شفنا ان احنا لما كنا بنمسك كورة عند المناطق بتاعتهم ان احنا ما كناش بنواجه ضغط قوي دفاعهم بيتأخر وفي نفس الوقت ما عندوش الاستخلاص بتاعة الكورة فده رقم واحد ان خطة فاحهم مش بالخط الدفاع اللي بيسترجع الكورة بسرعة جدا وما بيخليش الاستحواز اللي فرق لقدامه فاحنا لو قدرنا ان احنا ننقل اللعب شوية خصوصا كمان احنا نلعب على ملعبنا مع ضغط الجمهور فهيبقى فيه حمى البداية شوية فنقدر نستغل الموضوع ده في خطة فاحهم كمان زي ما قلت لك يا كريم هو فكرة السلاسي بتاع خط النص بتاعهم ان السلاسي ما فيش تهديد منه ما فيش قلق ان حد يسدد من برا ان حد يعدي ويبقى قوة من خط النص لتساند خط الهجوم من طبعا العيوب زي ما فادي قال هي فكرة رقم 9 عندهم مش مميز بالمرة هو اعتمادهم الاساسي على الاجنحة وعلى الجنب الشمال بنسبة 70% لـ 30% للجنب اليمين نقطة ضعف واضحة جدا هو بوناثار اللي موجود في بايرن اسما بس ان هو بيلعب في بايرن مينخ بس هو مش لعيب اساسي خالص ما بيشاركش تقريبا كتير خالص يعني يعني بنتكلم مثلا في السيزن ممكن يكون بيشارك 5-6 مباريات في السيزن ولا واحدة منهم بيكون اساسي فما عندوش حساسية المباريات قوي منتخب قوي جدا ظاهريا بس ناس الوقت برضو هو ما عندوش شخصية منتخب مصر مش المنتخب اللي معروف عنه ان هو بيعرف يكسب المنشاط يعني عبر تاريخه يعني حتى في 2019 قدام الجزائر ما كانش عارف ان هو ياخد المبادرة وهو اقوى من جزائر ساعتها فعندهم نقط ضعف طبعا مش المدير الفني اللي ممكن يقلب مباريات ما شوفناش السنغال بترجع في النتيجة في اي مباراة من مبارياتها المهمة حتى في مباراة الفاينل قدام الجزائر لما الجزائر احرزت الهدف بتاعه واحنا كمان في الفاينل بتعكسه امم الأخيرة لو بتتكلم عن المشتوى البدني والالرهاق اللي كان عند منتخب مصر وبتتكلم عن غيابات العديدة لمنتخب مصر كان طبيعي جدا ان السنغال تخلص المباراة في الوقت الاصلي وبشهولة كمان بالزبط باليوم في المية ولغم كده انت عملت مع السنغال المباراة ودلي اكد لك كمان يا كريم ان ما عندهمش دكة بودلاء هما ما استغلوش مسلا في النهاية ما استغلوش جير تلات تغييرات بس خلال مواشاتهم في بطول الكاس الامم ما كانوش بيستغلوا تغييرات كتير لان ما عندهمش حد منع الدكة يقدر يقل بالمباراة الدليل اللي كانت بسرعة في الواطع كلامك يا محمد ان الفترة اللي كان فيه عندهم غيبات كثيرة في الدور الاول لأهم متأهلو بعجوبة لان هما لما اعتمدوا على الدكة هما حتى مش عارفين جيبوا جوالي يعني هما جابوا يقول في زمبابوي بالصدفة مضبوط شكل عادل ومعامين تاني فهو لا دكة عندهم مش اقوى حاجة وتقدر لو طبقت ضغط كواس على 11 في الملعب لا مش هبافيه حلول برة تخلص لك قصة يعني للسنغال للسنغال طيب انا عسألك بقى في موضوع الضغط ده انا بقلق دايما على منتخب مصر وده وده او ده عيب كان واضح لمنتخب مصر لو كان فيه عيوب لمنتخب مصر في كالسنغال الأفريقية فكرة الخروج بالكرة بالشكل السليم للتحول الهجومي والسنغال بتاعه بتضغط كويس عندهم سلسة وسط قوي جدا كمان بيعرف يضغطوا بيهم مع الجنحات كمان سادي يومين من اللعيبة اللي بتاعف تعمل ضغط ده سواء مع ليفر الجور او بالزبط كده بتهين نفسها دي جملة مهمة جدا كيفية الخروج بقى بالكرة ان اخرج بالكرة مع كل العيوب او يعني بعض العيوب اللي انت قلتها على المتخب سيدي انت وهوبة اخرج ازاي بالكرة عشان اروح للنحية اللي هجومية عشان احنا في المباراة دي زي ما انت وقلت في مواجهة مباشرة مع التلاتة الفطاح اللي بقى بتاع نص الملعب لان هما ممكن يكون مش هيدوك هجومية لكن هما دفعين هيبوزولك اي حاجة انت عايز تعملها لان هما لعيب عندهم وركرية عالي جدا لعيب اعتارف تستخلص منك الكرة فبالتالي اخر نفسك شوية ممكن تلعب على طويلة سواء بقى الصلاح سواء الترزيجاء او مرموش سواء انك تبني على مصطفى محمد لكنك تبني على الارض في ظل وجود الفطاح اللي دي سواء التلاتة الاتنين الوينجرز والمهاجم ووراهم التلاتة بتاع نص الملعب لأ انت مش صعب تبني على الارض التولي برضو التولي معاك كلبالي ومعاك ديالو برضو كان بيستهدوك كبير اه طبعا مش طبعا لو تفتكر في الفاينة بتاع عفلك حاول تبني على صلاح الناحية التانية لكن انك تستنى انك تطلع بقرة على الارض لأ يبقى شيء صعب قوي يبقى شيء صعب قوي ممكن يحصل غلطة واخد هل بالك ده ممتش فيه ضغط كبير جدا ولعبتنا خلينا برضو لازم نبص على العيوبنا لعبتنا مش كل اللعب اللعبت وتعالى 65 ألف متفارج قبل صح مش كل الناس عدت بالموقف ده انا ممكن اعدلك 3 ا 4 لعبا للعبه مبارا زي مباراة الكونغو في التأهل في 2018 لعبه تحت الضغط الجماهيري ده وكون غمش السنغال صح فبالتالي هي حاجة يعني لازم برضو نبقى رؤوفين باللعبه في النقطة دي تبني كرة على الارض لأ مش لعبتك ومش المستكلفة اللعب يأمل لك لأنه انت غيب عليك عحمد حجازي اللي هو احسن مساك عندك بالكرة صح فبالتالي عندك مش شئلة كبيرة تعتمد طبعا على فتوح تعتمد على البكريت اللي هلعب بقى سواء كان عمر كمال او عمر جابر وانا يعني غالبا يابقى عمر كمال يعني انهم يطلعوا لك بالكرة ولكن الحل انك تعتمد فعلا على عمر سلاي او محمد النيني في ادوار متأخرة شوية ممناسبة عمر كمال او عمر جابر تفضل عمر كمال او عمر جابر عمر كمال ترايدان تاستد زي ما بيقولوا يعني اتشاف في المواجهة المباشرة مع سادي وماني وكان هايل يعني او ملحقش بقى سادي وماني كان امام عشور كان امام عشور اصري كان في كاس الامم بس في كاس الامم بقولوا احنا جربناه طبعا طبعا لكن هو طول لا طول كاس الامم لا شغال الرجل شغال عمر ممكن يكون المبرر اللي حيب نزبال لست دا عمر جابر هو كونه بيجيت في كذا مركز وانت لو بتجي تحط قيمة منتخب لازم تفكر في العيب طبعا لو وقع عندي اللي حد في نص الملعب مين لو عند حد وقع عندي في الباكريت مين لو عند حد في باكليفت هيبق مين فعمر ممكن يكون مفيد في النظر لكن عمر جابر في الحقيقة هو حتى مع بيرامدز مش في المستوى بتاع انه يبقى اساسي في مبرازيتي الحقيقة يعني مع كامل الاحترام لي لكن لا هو يعني برضو منتضار للنار قوي يعني فعمر كامل عبدالواحد أوقع يعني في الحتة لتاعة الباكريت طيب الجزء بتاع السلاسة الوسط اللي هو كيفية الخروج بالكورة لو تفتكر في امبراط المنتخب الناجيلي عمل حركة قالوا سكيروش لما لعب بتريسجيه في نص الملعب وتريسجيه وقتها كان لسه راجع من الإصابة كان لعب وقته قليل جدا مع أسون فيلا وقتها وما كانش لسه يعني لسه راجعه في الملعب ودخل في مركز وكانتواني محتاج مجهود بدني كبير جدا ممكن يفكر الفكرة دي دلوقتي وتريسجيه جاهز بقى وتريسجيه بقى جاهز ويلعب بتريسجيه واحد من الثلاثة في نص الملعب أنا شايف إن لو هيغير في التركيبة بتاعت سلاسي خط النص أنا شايف إن يبقى زيزو زيزو لكذا سبب أول سبب طبعا إن زيزو عنده حتة التزديد وزي ما قلنا إن خطة فحهم لما هم مش مستحوزين على الكورة وفي حالة ضغط مش بيقابلوا من بر منطقته زيزو زي جون الودات بالضبط أنا حسس إن زيزو لو ممكن يبتدي المباراة ممكن يجرب واحدة زي بتاعت الودات دي حيفرق معنا قوي في السؤال اللي انت سألتها يا كريم بتاع الخروج بالكورة زيزو عنده حلول إن هو ياخد فاول ينقلك شوية إن هو يفتح على المساحة مع أن الصلاح يخش جوه إن هو يبقى بيلعب على الخط عنده الكورة العرضية بتاعته الكورة السابتة كمان أنا شايف إن زيزو واحد من أفضل منفذي الكورة السابتة طبعا غير دربات الجزاء اللي جم مصر في آخر عشرين سنة تتكلم عن كل السابتة دربات روكنية فاولية دربات روكنية فاولية وشوفنا إن كان مباراة استنغال في الفاينل إن هو عمل اتنين كان ممكن يتم استرلالهم واحدة كانت للوينش هو واحدة للمروان حمدي فأنا شايف إن لو تركيب تخط النص إن ممكن يحصل فيها تغيير شوية تغيير إيجابي وفيه مبادرة شوية هو زيزو أنا شايف إن تريزي جي من على دكة البودلاء هيبقى ورقة مهمة جدا لأن تريزي جي بينزل فرش تريزي جي ممكن يلعب كمان على بونصار اللي احنا قلنا إن هو عنده مشكلة دفاعية تريزي جي لما المجهود البدني بتاع الفرق اللي قدامك بيقل شوية تريزي جي بيبن يبقى بس عمد تريزي جي حتة الفينيشنج إن هو لو قدر إن هو يعالجها فتريزي جي أكيد هيبقى ورقة ربحة خصوصا كمان إن مرموش مش اللعيب اللي أنا متأكد إن هو هديني تسعين دقيقة بنفس الرتم وبنفس المجهود فأنا شايف لو هنغير في التركيبة دي وأنا بفضل الموضوع ده مش بفضل تماما الموضوع إن إحنا نلعب 4-2-3-1 مع السلاسة بتاع السنغال القوي جدا مش عايزة أفضلهم نص الملعب زيزو هيديني حلول كتير قوي وأهمها إن هو حل لطلوع بالكورة بدون النقل العرضي اللي ممكن ما يكونش مفيد شوية طيب على كلام زيزو فكرة زيزو وإنه إزاي يطلع الكورة بشكل كويس إزاي يسدد بشكل كويس إزاي يعمل عرضيات بشكل كويس وده برضو بيعملوا أفش فأفشة ممكن يبقى خيار هلا هيبقى عندك المساحات اللي أفشة محتاجها أفشة بيلعب في الحتة اللي ما بين الوسط الملعب وخطة فعل منافس صح هلا هيبقى عندك المساحة دي لا المساحة دي مش هتبقى موجود أفضل الوجود الثلاثي اللي احنا نتكلم المزايا اللي قالها محمد إن هو لو رمى ناحية اليمين برضو هو دعم سواء للوينج رايت أو الباك رايت قدام جابة السنغال الشمال القوية جدا يعني فبالتالي غير طبعا الحلول الكتير جدا اللي عنده أحمد سيد زيزو فبالتالي لا صعب قوي إنك تلعب بربعة وثاني تلعة وثاني مطش ده ومش هيغير برضو كل اللي هو بيبنيه بقاله من كاس العرب لكاس الأمم بربعة وثاني تلعة وثاني مش معاودنا على كده مش معاودنا على المفاجئات مش معاودنا إن هو يلعب بعشرة صريح يعني يعني هو يغير حاجات كتير لكن العشرة صريح دي ما حصلتش منه قبل كده أنا ممكن يلاقي ممكن يلعب قفشة تمانية حد برضو قفشة محتاج مساحة أكبر من كده وكمان ممطش خلي بالك برضو أنت جايب برضو قفشة غايب عن المنتخب في كاس الأمم الراجل برضو ملقابش في استراتيجي بتاعت بتاعت كارلوس كيروش والمنظومة تاعت كارلوس كيروش اللي عملها في كاس العرب وكاس الأمم فبالتالي صعب قوي إن هو يجيبه من الدار للنار ويديله مطشة دالك ممكن يبقى حلف على فكرة في مباراة هناك ممكن يعني على حسب طبعا نتيجة ممكن يبقى حلف في مباراة هناك عشان كده كنت أتمنى كمان إن يكون معنا لعيب عندهم حلول فردية سواء بقى إبراهيم عدل سواء أحمد عبدالقادر لعيب عندهم حلول فردية ممكن نحتاجهم في مطش هناك ولكن يعني كل الدعم اللي عمل موجودة في ظل الوضع ده لا لو هيغير بره بقى سلاسية ناني وحمد فتح وصلاية لا ممكن يبقى يبقى زيسو طيب قبل ما نروح لفاصل في جزئية السلاسية يعني دائما السلاسية وسط الملعب دي هي محور شغل كالوس كيروش يعني السلاسي اللي في نص الملعب السلاسي أنا لاحظت في أكتر من المباراة لمنتخم بصر في كاسورام الأفريقية هو فيه روتيشن دائما بينهم هم التلاتة في مركز رقم ست يعني ما فيش ولا واحد فيهم بيبقى ستة سابت ولا واحد فيهم بيبقى ثمانية سابت وده حسيته اللي خلى دائما حصوصه عبدالله السعيد في بعض الأوقات ما يكمل عشان عبدالله مستحيل لازم يلعب ستة وتمانية عشان التالي دول ينفعوا يلعبوا ستة وتمانية معاك مليون في المئة أنا بس ما بفضلش حاجة شوية هو وجود النيني في مركز ستة أول لاعب بعد خط الدفاع اللي بيعتمد عليه في نقل الكورة وطلوع بالكورة تحت ضغط أنا ما بشوفش أن النيني ممكن يعمل الموضوع ده بشكل الأمثل النيني مسته أكتر أنه يلعب تمانية أو يلعب بوكس تو بوكس يبقى هو مع لهوش الضغط بتاع بونا الهجمة وموجوده في المنتصف يعني وأنا شايف أن في المباراة دي لازم تتثبت لازم تتثبت بوجود حمدي فتحي حمدي فتحي عمل سيزن لغاية دلوقتي كويس قوي مع الأهلي وبيعمل الخطة الهايبرد أو الخطة ما بين الأربعة الدفاع وما بين التلاتة أنه بيرجع يرد مع الدفاع كويس ببسابة قدامهم وكمان في موضوع اطلعه بالهجمة أقدر أصلك في حمدي فتحي أنه يطلع لي بالهجمة وما يعملش مسباص عشان كده أنا شايف أن زيزو يعني لو هيلعب هيلعب تمانية بس همش هيكون بيبدل ما بين حمدي فتحي والسولية في مركز ستة أن زيزو عنده مجهود البدني اللي ممكن يكون عند النني أن زيزو ما بيفقدش الكورة بالشكل الكبير أن زيزو يقدر بالسرعات يقدر كمان أنا في فكرة زيزو كنت حابب أقولك يا كريم برضو أنه هو حيريح محمد صلاح جدا يعني زي ما كنا شفنا أن محمد صلاح غير أن معاه أليكسندر أرنول طبعا واحد من أفضل أزارة في العالم هندرسون كمان السنة دي ساعد صلاح جدا أنه هو يبقى مالي الحتة ما بين الخط وما بين صلاح لما يعايز يخش جوه منطقة الجزان فأنا شايف أن اللي بيحصل بتاع ستة وتمانية ده أنا شايف أن هو لازم يتثبت لازم بحمد يفتحي اللي قدام الدفاع واحد من النني أو زيزو وطبعا لو النني هو اللي شارك إحنا كلنا برضو بنساند طبعا يعني كلنا وراء النني في تشكيلها المثالية الكاسي لأمور الأفريقية اللي عاب النني لعيب غير متوقع بالمرة النني ممكن يعمل حاجة يفاجئ كل الناس زي الفاينال بتاع 2017 كده ويكمل ويجيب جون من زاوية مقفولة جدا فنني ممكن يفاجئ بس إحنا بس اللي بنتكلم فيه كده اللي إحنا شفناه من وقع التجارب مع الأندية المنتخب بشكل تاني بالتأكيد لسا مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل نواصل إن شاء الله يا أهلا بحقاتكم مرة أخرى طيب فهدي عايز أسألك على حاجة مهمة جدا ودايما هي برضو محوى الحديثة حنا خلصنا سلاثي الوسط مصطفى محمد وأدوار مصطفى محمد في الملعب مع كالوس كيروش عشان أحيانا الناس كتير تتحدث عن مصطفى محمد ما تسجل أهداف فين أهدافك وله أدوار أدوار كثيرة فممكن تقول مصطفى بص يعني مش هندر نقول بقى مظلوم والكلام ده لكن هو في خطة والراجل ترسي فيها وراجل ترسي مهم جدا فيها على فكرة يعني مصطفى هو خطة فعك الأول مصطفى هو ضغط الأول على الراجل اللي بتاع نص الملعب بتاع فرقة تانية فينه ما يطلعش بالباسل بشها بطريقة سهلة فبالتالي مصطفى مش على طول متواجد في مطارة جزاء زي مثلا الناس برضو متواجد عندها صورة زهنية عم مصطفى مصطفى بتاع الزمالك مصطفى بتاع الزمالك اللي موجود فيه كرصات شغالة طول المطش فيطلع يركب بدماغه لأ انت ما عندكش ده دلوقتي ومش هتطلع بالشكل ده ومش هاب عندك انت لو عندك في الزمالك بيتلعب له 8-9 كرصات في المطش انت هيجيل له 3-4 كرصات في المطش ومش ممكن ممكن بيقاش في المنطقة أساسا فبالتالي مصطفى عنده أدوار مهمة جدا مصطفى طب فين فين الجوال فين كل جاء طب هو يا جماعة هو ده دوره في الملعب ولو حد هيجيبه جوال في المطش ان شاء الله فمش هيبقى مصطفى لان مصطفى عنده أدوار يعني في الشكل بقى الكبير هي أهم تسجيل الجوال بالنسبة الله عليك دي نقطة مهمة أهم بكثير جدا صح ياهو انا بحس ان مصطفى محمد احيانا الناس ترصدوم وبعدين يتقل لك قصة مصطفى محمد ومران حمزي طب ليه مش محمد شريف ما هو أصلا واضح جدا ان المهاجم لنقم التاسعة ده في طريقة لعب مش هو ده الهدف اللي يسجي الهدف يعني مش بنروح لكلنا هو مش لباندوفيسكي الفرقة كلها هتروح عشان هو اللي يجيب جول مزبور الفرقة كلها بتروح زي الليفربول كلها تروح عشان محمد صلاح أو تشتغل التروس كلها تشتغل عشان محمد صلاح هو اللي يجيب الجول مش في المانيو أو حتى جول معك مليون في المياه هقولك إحصائية ممكن ناس كتير قوي تستغربها من مباراة الفاينل بتاعة مصر والسنغال إن سنائي خط الدفاع بتاعة السنغال كلبالي وديالو الاثنين كل واحد فيهم خسر الكرة أكتر من 13 مرة كلبالي خسر الكرة 17 مرة وديالو خسر الكرة 14 مرة هل ده بسبب مصطفى محمد بشكل مباشر لا طبعا بس إنه كون إنه مصطفى محمد بيغطي وكرة مش مع منتخب مصر مساحات في الضغط على سنائي الدفاع وبداية الهجمة بالنسبة للفريق المنافس فده يعتبر نجاح لمصطفى محمد في القيام بالدور الأساسي اللي كارلوس كيروش كان عايز يحمي به منظومة منتخب مصر الدفاعية سواء بالنسبة لخط النص أو الدفاع نحن مش عايزين ننسى يا جماعة حاجة إن إحنا كمنتخب إحنا عندنا الباك الشمال بتاعنا طابعه هجومي جدا الباك اليمين بتاعه هو كان بيلعب جناح وتقلق في مركز الجناح حتى لما غاب لقى مكانه لعب خط نص مدافع هل ده كله بسبب مصطفى محمد بس لا بس مصطفى محمد ليه دور كبير جدا والكرة مش مع منتخب مصر وعشان الظروف اللي منتخب مصر كان فيها قدامه نفسين أخوية جدا في كاس الأمم فده رقم واحد الحاجة التانية اللي ممكن نلقوم شوية على كله سكروش في استخدامه اللي مصطفى محمد اللي هجومي إن وأوقات اللي فيها مصطفى محمد في الملعب بوجود زيزو وليلة جدا فعشان كده أنا كنت بتمنى إن زيزو ومصطفى محمد يبقوا موجودين هما اللي اتنين في الملعب لأطول فترات ممكنة عشان الكهر السابتة وعشان العرضيات اللي ممكن تكون موجودة من زيزو فده الحاجة اللي نتمنى شوية إن مصطفى محمد يتساعد فيها لأن احنا شفنا بودلة مصطفى محمد بعد ما بيخرج مباشرة من الملعب بيجي لهم فرص مصطفى محمد كان ممكن يجيبها في الظروف الطبيعية جدا شفنا مرون حمدي ومرون حمدي برضو بيقوم بدور كبير ومرون حمدي على قد الدور اللي بياخده مع المنتخب كأول مشاركاته عامل دور كبير بس شفنا مرون حمدي في مباراة استنغال كان يقدر يخلص واحدة مش هتحصل بس أنا أقول لك خيالي فكرت فيه إيه إن مرون حمدي هو اللي يبتدي مصطفى محمد ينس والله تبقى إسنك فكرت فيها عشان قلت خفت فادي يشتم ولا فادي يقول لي لا هو مصطفى فكرت فيها جدا فأنا فكرت فيها فادي لا لا خالص بس أنت فاهم ما أنا أقصد إن المهاجم مع كارلوس كيروش هو راجل بترس عمال يستهلك طول المباراة فأديني مصطفى محمد في الآخر وهو لسه فاية أنا شايف إن مصطفى بيقوب بالدور اللي مطلوبة اللي ممكنهش أحسن من مروان عشان كده ده بالضبط هو دور الأساسي دور الأساسي اللي هو بيقدمه أحسن من مروان ولو جات فرصة ما كابل احترام لمروان لكن أنا أصق في مصطفى إن يخلصها أكتر من مروان في حاجة كمان مروان الحمدي هلعب قدام 65 ألف من تفارج قبل كده مشكلة كبيرة جدا بص يا جماعة برضو في حاجة خلونا نتكلم بصراحة في لعيبة مهما كانت كويسة لعبة زي كريم ندف على سبيل المسألة هو بياخد سمعة اللعب يلعب كويس جدا بس الناس ثقافتها والناس الفرجة والناس السوشيال ميديا والناس كل حاجة هي وقدة موقف للعيب إحنا برضو يا جماعة الجمهور لازم يبقى في ظهر اللعيبة ممكن لعيب ما يبقاش ما يبقاشو مفضل بالنسبة للجمهور على فكرة هو مفضل بالنسبة للجمهور بقولك يا سيدي مش كويس لعين مش كويس تسعين دي أوعدهم عشر ستري خليهم بقى تسعين دي خلي كويس بقى انت ساعدوا انه يبقى كويس ده اي لعب اي لعب المنتخب لو انت شايفه مش كويس لكن انا شايف لا مصطفى عنده خبرات اكتر تركيا بيلعب قدام جمهور ما كانتش فكرة يعني تبطبق يعني بس هي فكرة بس مجنونة يعني ان هي جات في الاسمال اللي فاتوا دول واليومين اللي جايين كلنا منحاول نجول نفسي بس كلنا شفنا شريف مرون حمدي جالهم فرص بعد ما مصطفى محمد طلع من الملعب على طول جالهم فرص رزقهم ورزقنا هو بقى انتشرفت ونورت قدت مفضل جدا بطواجدك مشكولك شوف ان شاء الله فدي بشكرك شكرا جزيلا انتشرفت حيون شكرا جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشر يا رب يكونوا استمتعتوا معنا واشوفكم يا رب على الألف